السلام عليكم أزيكم جميعاً يا رب تكونوا جميعاً بخيروا في أحسن حال ده الجزء الثالث من الكورس عندي وده هنا هنبدأ بقى خلصنا بعد ما خلصنا الجزء بتاع lead discovery هنبتدي بقى نتكلم شوية على بعض الـ bio assays المهمة جداً والطرق أو التولز بقى هنا يعني الـ slide دي أو الـ presentation دي هتبقى ميلي تتكلم على tools أكتر على أجهزة على equipments ممكن نحن نحتاجها أو نستخدمها في المجال ده سواء في مجال drug discovery in general زي ما قلتلكم اللي هو جزء منه لا يتجزأ هو جزء natural product زي ما قلتلكم ما ينفعش نفصلهم عن بعض بأي حال من الأحوال هو natural product هي جزء من drug discovery process زي ما اتكلمنا في أول محاضر طبعاً احنا في المحاضرتين اللي فاتوا كنا مركزين ميلي على فكرة lead discovery أو how to find your lead compound ودي كانت أول حاجة احنا اشتغلنا عليها بقى لنا محاضرتين وشفنا approaches كتيرة جداً لعملية discovery وزي ما اتفقنا أن قبل كده أن فكرة approach مختلفة شوية عن فكرة tool يعني approach هي الطريقة أو system أو methodology اللي انت حتتبعها عشان توصل للحاجة اللي انت عايزة اللي هي lead compound بتاعك انما وانت لما بتحط system العام أو الإطار العام أو outline العام ده أنت من خلاله محتاج بعض الطولز اللي تنفذ لك الإطار ده أو تنفذ لك ال plan دي تمام؟ وده موضوعنا النهاردة النهاردة موضوعنا هيكون هو how to identify your bio assay لأن ال bio assay ده هو tool اللي انت من خلالها هتقدر ان انت تكتشف lead compound بتاعك فلازم تبقى ماشي بطريقة systematic شوية بحيث ان انت توصل لللي انت عايزه في أقل وقت ايه ممكن يعني خصوصا ان كتير مننا في شغلنا يعني انتوا بعد كده ان شاء الله في رسائلك وكده هيبقى شغلهم ملي حيكون pre clinical يعني قبل clinical studies أو قبل الشغل على humans فدايما هتبقى بتتعرض للحاجات دي بتتعرض لحاجات بتعملها in vitro حاجات تانية بتعملها in silico على الكمبيوتر حاجات تالتة بتعملها in vivo في ال animals فحتلاقي التوك النهاردة أو ال presentation النهاردة معتمدة ملي على انها توريك الحاجات دي كلها وتفتح حينيك كده على بعض ال approaches اللي انت ممكن تستخدم منها حاجة او اكتر في ال experiments بتاعتك باذن الله تعالوا بتدي المحاضرة بتاعتنا كده على خير how to identify your bio assay دلوقتي يا شباب احنا خلصنا الحمد لله ال approaches زي ما قلتلكم اللي هي الطرق المختلفة اللي انت تقدر تمشي research plan بتاعك على اساسها حسب بعضه التسجيلات بتاعتكو خلي بالك برضو التسجيل في انهي قسم عندنا في مصر بيفرق جدا في الاتجاه بدع ال approach اللي انت هتستخدمه يعني انت لو مسجل مثلا فرماكو جنوزي فانت ممكن يكون ال approach بتاعك تفاين دليد اكتر يكون من natural source بتكنيكس او بتولز مختلفة لو انت مسجل medicinal chemistry حيبقى ممكن تروح اكتر لل denovo drug design او ممكن تستخدم برضو ال fragment based كده يعني فهي هتعتمد على برضو هنا شوية الدنيا بتبقى منفصلة شوية او جزر شوية منعزلة غير برا برا شوية الدنيا بتبقى integrated فانت تقدر تشتغل في اكتر من تكنيك مع بعض او في اكتر من خلال اكتر من approach مع بعض الحاجة اللي انا بتكلم عليها انت ازاي تضمن او مفيش حاجة مضمونة طبعا بس ازاي تحاول تزود فرص success بتاعك او success rate بتاعك فان انت تفايند lead compound باستخدام اي approach من ال approach اللي احنا اخدناه عشان تضمن success بتاعك زي ال animation او ال gift اللي قدامنا دي ان انت تحاول دايما الصنارة بتاعتك تكون كويس ال fishing اللي انت بتعمل fishing انت بتدور على مركب يكون active او بتدور على مركب يكون lead compound ينفع فبالتالي لازم الصنارة اللي انت بتصطاد بيها lead compound ده تكون efficient تمام وعشان تكون efficient الصنارة دي اس هي screening tool يبقى screening tool التول اللي انت حتستخدمها هي دي اللي بتساعدك جدا فان انت تزود success rate بتاعك الحاجة التانية المية اللي انت بتصطاد فيها اللي هي ال chemical space اللي انت بتشتغل منه يعني انت لو مثلا بتعمل virtual screening دلوقتي virtual screening ده حتعمله مثلا على مجموعة من natural products جميل جدا يبقى مهم قويني ال natural products دي تكون chemical diverse تكون biological diverse يكون فيها chemical biological diversity حاجة بالشكل ده يكون فيها مواصفات ده library دي هي المية اللي انت بتصطاد منه فهمتوا جماعة لو انت مثلا بتشتغل على fragment based دي بقى مهم جدا ان يبقى عندك small molecules والsmall molecules دي تكون of different sizes of different functional groups of different scaphles يعني ديها مواصفات فيها chemical diversity برضو عالية فبالتالي كل biological diversity دي برضو مهمة جدا يعني مش معنى انت بتدور على حاجات anti-cancer يبقى لازم كل الحاجات اللي انت بتدور فيها تكون anti-cancer ممكن تدور على حاجات تكون برة scope anti-cancer ده برضو ممكن يزود success rate بتاعك يبقى فيه عوامل كتيرة جدا بتزود success rate ولكن احنا هنركز في بقية في الجزء اللي فاضل من المحاضرة على الجزء بتاع screening tools انت عندك screening tools كتيرة جدا ممكن تستخدمها باستخدام اي approach من اللي فاته يعني انا لو عايز مثلا استخدم الكمبيوتر او denovo drug design خلاص هستخدم الكمبيوتر واعمل الموديلنج بتاعي بس في الاخر انا محتاج اعمل testing محتاج استخدم bio assay معين يبقى عندي انواع من ال assays او screening tools اول حاجة عندي حاجة اسمها in silico test in silico test in silico كلمة in silico دي على طول يبقى باستخدام الايه باستخدام الكمبيوتر وانا هتطلقوا ال expressions in تمام in vitro يبقى انا باستخدم اكيد الكلام ده انتوا عارفينه في ال lab يعني في ال lab بس اهم حاجة ان تكون outside living organism يبقى انا ما بتكلمش على animal مثلا خلاص هنا ولا بتكلم على human اكيد تمام انا هنا بتكلم على ممكن enzyme يبقى ممكن هنا ال in vitro دي يكون ايه bio chemical او cellulary زي ما حنشوف تمام in vivo يبقى انا بتكلم كده خلاص inside living organism يبقى انا بتكلم على animal غالبا تمام بنواع animal زي المختلفة فيه كمان عندنا مصطلح حلو قوي اللي هو اسمه ex vivo ex vivo ده اللي هو انت بتاخد organ معين زي ما قلت لكم من جسم سواء human او animal او غيره وتشتغل على ال organ ده زي كده فكرة الفرماكولوجيا اللي ما قلت تشتغل على ال in test فدي تعتبر ex vivo test تمام تمام يبقى دي مجموعة من ال bio assays زي ما احنا ممكن نستخدم من ضمنها زي ما قلت لكم ال in silico in silico انت بتستخدم ال computer يبقى انت هنا ما عندكش اكتول اكتر من ال computer computer وبتالي ممكن تستخدم بقى softwares زي modeling programs وغيره وبرضه من خلالها تقدر توصل ل efficient compound بس عندك شروط لازم تطبقها زي ما هنتكلم تمام طيب مهم جدا في اي test من دول ان يكون valid test يبقى انت عندك حاجة مهمة جدا لازم هنتكلم عليها اسمها test validity ده مهم جدا يعني ايه valid test يعني في الاخر بيحقيق النتيجة بتاعته تكون valid يعني ما ينفعش اروح اعمل مثلا screening باستخدام test معين والتست ده ملوش علاقة اصلا بال disease اللي انا بشتغل عليه مثلا يبقى ده مفيش validity هنا فهمتوا ازاي او ان انا اكون ازا ما هنتكلم كمان شوية مثلا ان انا بعمل screening اه لمركبات على مثلا السودومنس اوريجونوزا واروح استخدم ما عايز اشوف مركب بيشتغل على السودومنس اوريجونوزا والتست بتاعي ما يكونش فيه اصلا السودومنس اوريجونوزا يكون فيه نوع تاني 20 كولاي مثلا يبقى انا كده بهرك تمام فهمتوا اصلي ازاي يبقى ده مش valid test يبقى test validity دي طبعا امسل ناواتها دي بسيطة جدا انما بتبقى لك يعني ايه كلمة valid test valid test يعني يكون correlated relevant جدا للحاجة اللي انت عايز تعمل لها drug discovery ده مهم اوي سواء ان التارجت بتاعك اللي انت بتدور عليه يكون مستهدف ويكون involved ويكون موجود في التاست او ان الارجانيزم اللي انت مسلا اللي هو بكتيريا يبقى في الحاجة تستخدم الارجانيزم المظبوط اللي انت برضو عايز تقيد to find a lead against this organism طيب بيبقى test validity دي حنتكلم عليه من ضمن برضو انواع screening المهمة جدا هي high throughput screening screening by NMR affinity screening SPR اللي هو surface basbonate resonance والsintillation proximity assay اللي هو SPA تمام احنا طبعا مش هكلم على كل دول احنا هنركز اكتر على high throughput وعلى screening by NMR دول اكتر اتنين هتكلم عليهم تمام وبعدين حديكم يعني كلمتين صغيرين جدا على يعني ايه برضو SPR و SPA تبقى عارفين بس المصطلحات عشان لو سمعتوها بعد كده تبقوا عارفين انما الاجهزة بتاعتها للأسف مش موجودة قوي في مصر على حد علمي وبالتالي مش هنتكلم عليها قوي بس وارد جدا اللي ممكن يسافر فيكو او كده يشتغل بيهم الاجهزة دي متوفرة جدا برضو خلاص يبقى SPR والSPA وعمدنا برضو التكنيك مشهور قوي في السكرينج اسمه الVirtual Screening خلاص فبرضو ده هنتكلم عليه بايه بسرعة يبقى دول الحاجات اللي احنا عايزين نتكلم عليه طيب النقطة اللي اتهمني هنا مبدئيا خلينا نتكلم على الان فيترو تاست اول حاجة عايزين نتكلم عليها هي زي ما قطيت لكم فكرة البيو السي اللي انا هشتغل به انا اول احتمال عندي ممكن افكر فيه ويكون احتمال بسيط جدا هو فكرة الانسيليكو انسيليكو تاست ان انا حاول باستخدام 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 الكمبيوتر اللي بنقول عليها ساعات خلي بالك هنا احنا هنتكلم على ان انت عندك مثلا فيها كمباونز كتيرة وهتستخدم من المركبات دي هتدى تطلع باستخدام الكمبيوتر مركبات ممكن تكون اكتف بس احنا هنأجل الكلام على الجزء تا الانسيليكو ده لاخر المحاضرة خالص تمام خلينا نتكلم مبدئيا على الان فيترو يبقى اول option بالنسبة لك غير الان سيليكو اللي هي فكرة استخدام الكمبيوتر هي الان فيترو تاست خلاص وقبل ما نتكلم على فكرة الان فيترو مهم جدا نفهم ليه احنا بنبتدي دايما بالان فيترو في التاستنج يعني انا بعد ما بخلص او بعد ما بختار الابروتش اللي انا بشتغل به ايا كان هو ايه سواء زي ما شرحنا من شوية ناتشرال سورس او غيره او سينثاتيك كومباونز او ناتشرال موديوليتورز الحاجات اللي كلمنا عليها دي كلها هيبقى مطلوب مني ان انا اعرف الان فيترو تاست او البيو السي المزبوط اللي انا ابتدي بيه هلا ابتدي بان فيترو ولا ابتدي بان فيفو ولا ابتدي بكلينيكال ترايل على طول اجرب على هيومانز ولا ما عملتش ولا حاجة من دول واروح اجرب بس على الكمبيوتر يبقى انا عندي لازم يكون عندي ايه طريقة سيستيماتيك بشتغل بيه فخلينا نفهم الفكرة الاول الفكرة الاساسية ان انت طول ما انت في مرحلة الليد ايدنتي فيكيشن انت هنا في مرحلة في مرحلة الليد ايدنتي فيكيشن يبقى انت او الليد ديسكافري يبقى انت في المرحلة دي انت ما تقدرش خلص تعمل هيومان تاستيك يبقى دي ما تقدرش خلص دي انت جالسة بدري قوي على اساس ان انت تقدر تروح تطلب حتى ان انت تعمل يبقى الهومان تاستيك خلاصوا ده لقى ازباب كتيرة من ضمنها ان الليد كومباوند ده لسه الافيكاسي بتاعته مش مثبتة ولا السيفتي بتاعته مثبتة فهتروح تديلي هيومان زلي تمام فبالتالي ده اول حاجة وبالتالي يبقى انت الكلينيكال ترايلز او الهومان تاستيك is not an option يبقى انت هتدور على حاجة من اثنين هتدور على الان فيترو يا الان فيفو مين الاحسن لازم تشوف الكريتيريا في البيو اسي سيلاكشن يعني لما يروح هختار اي بايو اسي هستخدمه عشان اعمل تاستيك المركبات ايه المفروض يكون موجود فيه ايه الحاجات اللي تكون صح او ايه اللي تخلي البيو اسي ده افضل من البيو اسي التاني عندك حاجات بسيطة جدا اول حاجة لازم بايو اسي ده يكون سيمبل في المرحلة دي انت بتكون عندك عدد مركبات كبير جدا فانت محتاج اسي سهل وبسيط وما بياخدش وقت يبقى سيمبل ايزي وكويك التلاتة دول مهمين جدا حط معاهم كمان السعر انه لازم يكون شيب فبالتالي كل دي حاجات بتحطها كعوامل وانت بتقرر ينهي بايو اسي انت حتتروح وراه وانت بتشتغل في المرحلة دي مرحلة دي مرحلة سكريني الناس مثلا بتوع اللي هيسجل فيه كوميديسينا الكامسري هيعمل سكيم وهيكون فيها سنتيسس كتير جدا وهيعمل مركبات كتير اوي فهيبعنده مركبات كتير جدا وعايز عملها تاستينج ففي المرحلة دي هيكلف كتير اوي لو هو دور على بايو اسي معقد هو محتاج بايو اسي بسيط خالص يديله كونكلوجين كويسة عشان كده بنقول عليه ايه لازم يكون ايه relevant relevant and valid relevant and valid يعني يكون قريب جدا من الحاجة اللي هو بيدور عليه خلاص نكمل المواصفات ايه تاني كمان لازم يكون كمان amenable for automation او دي برضو من الحاجات الحلوة اوي طبعا دي في الاكاديميا عندنا في الجامعة مش يعني مش قابلة بالقوي بيحنا بنعمل كل حاجة بدينا ولكن لما تيجي بسلا تروح في industry scale ناس هتشتغل في الاندوستري هتلاقي ان الحكاية دي مهمة جدا ان انت يكون الاسي اللي انت بتستخدمه في المرحلة دي تقدر ان انت تشتغل به بالartificial intelligence تجيب روبوت يعملهو لك تبقى حاجة very simple تمام يبقى منابل for automation يبقى عملية automation بتاعته تبقى سهلة خلاص وبالتالي من خلال ال automation ده تقدر تعمل screening العدد اكبر من المركبات في وقت اقل وبالتالي توفر وقت وتوفر مجهود الحاجة اللي بعد كده كمان amelable وده انها من الاول انه لازم يكون amelable for testing large number of compounds لان انت في المرحلة دي بيكون عندك عدد مركبات كتير بيكون عندك بحر لسه الميا كلها قدامك وانت لسه بتعمل ايه fishing وبالتالي محتاج ان انت يكون الاسي بتاعك يقدر يعمل testing العدد مركبات كبير في وقت معقول خلاص من ضمن برضو المواصفات المهمة للبقاء الاسي في المرحلة دي انه يكون less controversial يعني ايه less controversial يعني مثلا انت عارفين طبعا لما تيجي تعمل testing في animals انت طبعا كده حيبا هتخش في debate بدعا animal ethics هتخش في debate ان ان انت محتاج دايما تاخد approvals من ال ethics من ال ethics وميتيز plus ان الحاجات اصلا اللي فيها نهيك يعني ان الجزء بتاع الان فيفو دا بيكون more expensive دي نقطة تانية بس بغضى نظر عن السعر هو controversial شوية فكرة التجارب على ال animals دي فيها شوية يعني كلام كتير جدا ضده ومعه يعني بالذات كمان بره اكتر من هنا خلاص فبالتالي دي برضو من الحاجات اللي تخليك تبعد شوية عن الان فيفو فتلاقي كل المواصفات اللي انا بقولها دي تنطبق على حقتين تنطبق على الان فيترو تاست وتنطبق على الان فيترو تاست هم دول اللي بينطبق عليهم الحكاية دي خلاص عشان كده دايما بدايتنا بتكون بالاتنين دول يعني تبدأ بالان فيترو اما لو انت مش عايز التزاون تبدي ان فيترو على طول خلاص وخليني اكد على معلومة هنا لو انت بدأت تعمل حتضر لازم كمان إن فيترو. إنما لو أنت بدأت بالإن فيترو على طول فأنت مش محتاج تعمل إن سيليكو. النقطة دي مهمة جدا. جدا لازم تكون فاهمنا. يبقى إن سيليكو لو أنت بدأت به. اللي هو الكمبيوتر مادلينج والسكرينينج. نحن نكلم عليه في آخر المحاضرة. you can do it. but you have to validate your results with an إن فيترو تاست. يبقى لازم تعمل إن فيترو تاست كمان تأكيدي أكد لك الكلام. طب إيه اللي خلينا عمل الاتنين من روح عمل إن فيترو على طول دا حنعرفه في آخر المحاضر. هقول لكم ليه؟ ليه سعب نلجأ للإن سيليكو الأول. طب لو أنت بدأت بالإن فيترو على طول. يبقى خلاص ما عندكش مشكلة. يبقى أنت مش محتاج تعمل إن سيليكو قوي. إيه اللي بقى لو عايزت تعمل دراك ديزاين بقى وتعمل أوبتمايزيشن للكمباوند اللي أنت حتوصل له الكلام ده. تمام؟ جميل جدا. يبقى كده إحنا فهمنا القصة وفهمنا ليه إحنا بنبتدي بالمجموعة دي. خلاص؟ طب هل الإن فيفو كده ده معناه نموك ما يخشش في المرحلة دي؟ ساعات بتضطر برضو أن انت في المرحلة دي تستخدم إن فيفو على طول. إمتى؟ الناس اللي بتشتغل فرماكو كايناتكس مثلا. في كتير من الأحيان برغم أن ندير وقت فيه فرماكو كايناتك موديلز إكس فيفو يعني تعتبر بأورجنز ولكن في بعض الأحيان الإن فيفو موديلز بتكون مور يعني بتكون مور ريليفنت أكتر ومور فاليد أكتر في حتة الفرماكو كايناتك إيه؟ سطاديس. تمام؟ في حتة برضو دراج انتراكشنز بيفضل جدا فيها لو أنت بتعمل دراج هيرب انتراكشن سطادي مثلا أو دراج دراج انتراكشن سطادي ودلوقتي بدأت تبقى يعني موجودة بشكل كويس قوي يبقى في الحالة دي انت محتاج برضو أكتر أنيمال سطاديس هيبقى الإن فيترو فيها مش ريليفنت قوي أو مش هيديك الكونكلوجين المصبوطة أو اللي هي تقدر أن انت تعتمد عليها خلاص؟ تمام؟ يبقى تعالوا نبتدي نتكلم بسرعة جدا على الإن فيترو تاست معلومتين صغيرين وأكيد كلكم عارفينهم حيبقى حاجات بنسبة لكم فري سيمبل أول حاجة الإن فيترو تاست يبقى أنت بتبعد خلص عن الأنيمال يبقى أنت ما عندكش كده خلص تمام؟ وما أنت عندك إيه؟ يبقى أن 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 ي معين في birth cancer ده لو اشتغلت على الانزيم على طول فانت كده degree لو اشتغلت على الخلايا بتاعت birth cancer cells فانت كده تعتبر cellular AC تعتبر cellular AC فهمتوا زي يبقى لو اشتغلت على الانزيم اللي موجود جوه Theo أو اللي موجود على ال receptor بتاع الخلية بس الواحده isolated يبقى ده اسمه النما لو اشتغلت على الخلية اللي هي فيها ال receptor وفيها كل حاجة يبقى انت كده بقى حسب الander اللي انت شغال بيه والأبروش اللي انت عايزه. طب مين اللي مور اينديكاتف برضا عشان تبعا عارفين. السيلولر طبعا مور اينديكاتف لان انت بتتكلم على خلايا. بتكلم على السيلولر كونتكست. كل ما بتعلق باللفل بتاع من خلاياlevant Working. تعارفين طبعا ثابت ال والمثلاب عندك خلايا. وبعدان عندك Tshes. وبعدان عندك 午ens. يبقى انت كل ما بتعلق باللفل بتاع ال Gotov Bite. بتاع ال العرض لانت بتشتغل عليه. او اي قط بتاعك. كل ما بتعلق في التقال كل ما العيق يزيد كل ما الـ بتاع التاستة او بتاع التاست تزيد. فهمتوا ازاي؟ عشان كده السلولر يعتبر افضل طبعاً من البيو كيميكال. طالما بس مهم برضو في نقطة مهمة ان الخلايا تكون يعني تكون اصلا بتاكسبرس البروتين او التارجت اللي انت بتدور عليه. دي برضو نقطة مهمة جداً. يبقى لازم الاثنين مع بعض. خلاص؟ تمام. كويس جداً. يعني مفعشة مثلاً تقولي انا بتشتغل على انزيم معين وتروح تجيب خلايا مش بتاكسبرس الانزيم ده. حتى لو الخلايا دي مثلاً بريست كانسر. مثلاً بكلم على بريست كانسرية. يبقى كده ما بقاش فيه مبقاش فيه مبقاش فيه للايه للتاست بتاعك. تمام؟ يبقى ده اول حاجة. النقطة التانية ان انت تعالوا نشوف امثلة ده الحكاية. امثلة مثلاً بنقول ايه؟ بنقول مثلاً عندنا انزيم انهيبتورس. كان بيتعايز عايز تتاست انزيم انهيبتورس. بتدور على زي ما قلتلكم انهيبتورس الانزيم معين شغال في بريست كانسر. يبقى ساعتها ممكن تشتغل على الانزيم على طول انسوليوشن. يبقى ده اسمه بايو كيميكا اللي هو السيل فري. طيب عايز مثلاً تدور على ريسابتور انتاجونست او ريسابتور ايه هنا في الحالة دي الأفضل شوية تيشوس. يعني دايماً هنا بنقول يا اما تشتغل سيلولر يا اما تشتغل اكس فيف وده الافضل بقى بجامد احسن بكتير. ان انت هنا هتبقى عندك ضامن ان الايه ان الارجن موجود وبتبتدي تشوف زي كده البلوكرس بتاعت مثلاً الاستيلكولين مثلا. الاستيلكولين مثلا. اه فاهمين قصلي. فيبقى كده انت عندك ايه اا 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 او او نيكوتينيك ريسابتورز او واتيفر. يبقى انت كده عندك اا اا زي ما قلتلكم اا اكس فيفو ريزولتس بتبقى مور اكتر. كل ما تعلق كل ما الايه كل ما الريليفنس والفاليديتي بتاعت التاست تزيد. طيب انتي بكتيريا مثلا. الانتي بكتيريا الدراجس خلاص دي انت مش محتاج هنا بقى جزء هيومنس. انت بتشتغل على البكتيريا نفسها. انت عايز تطمن انها بيتموت البكتيريا. فبتالي هتدور على البكتيريا اللي انت عايزها. فهنا الان فيترو تاست بالنسبة لك هتبقى ريليفنس جدا طالما ان انت مستخدم الانزايم المطلوب. يبقى طالما انت مستخدم الايه الانزايم المطلوب اه سوري البكتيريا المطلوب. تمام? طيب. فبتشوف مثلا هل المركب عنده قدرة انه يموت البكتيريا دي في السل كولتشر ولا لا? طب العلاقة ما بين الان فيترو تاست والسيفتي بقى. هل تقدر الان فيترو تاست تديك انفورميشن هنا في دول كلهم هي بتديك انفورميشن شوية عن الافيكاسي. يعني بتقدر تقولك او الله مركب بتاعك هيكون احتمال يكون افاكتف. او احتمال يكون افاكتف كريسابتور انتاجونست. طب اخبال السيفتي بتاعته ايه? الان فيترو تاست تعتبر انديكيتورز للتوكسيستي. انديكيتور يعني انديكيتور احنا عندنا اكتر من الافل يعني يقولك ان احنا مسلا عندنا الافل الاولاني ونسا لدرسة معاك لاني كان يعرف الكلام ده انديكيتور. تمام? وبعدين بعد كده يقولك عندنا حاجة اسمها ماركر. وبعدين يقولك عندنا حاجة اسمها افيدنس. تمام? يعني دول التلاتة لفلز اللي عندنا. انديكيتور يعني لسه في الاول. مجرد مؤشرات. عرفيني يقولك مؤشرات اولية. فده انديكيتورس. انديكيتورس يعني ايه? الان فيترو تاست ممكن تقول لك اول الله المركب ده احتمال يكون سيف. او مركب ده احتمال يكون تاكسيك. تمام? بس برضو لازم التاست اللي انت تكون عامله يكون ريليفنت. فعشان كده مثلا في حالة البكتيريا انت بتضمن انه بموت البكتيريا بس عايز تطمن انه هو سيف عن نورمال سلز بتاعت الهيومن. فلو جرب يبقى ده انديكيتور ان مركب بتاعك سيف. فهمتو زي؟ النوع الثاني اللي هو المركر او الليفل الاعلى شوية اللي هو مركر بقى للسيفتي. المركر ده بيجي اكتر من الان فيفو تاستنج. يبقى المركر ده بعد ما تعمل ان فيفو تاست. يبقى ساعتها ممكن لو لقيت المركب ما اصطرش على على البيوت بتاع الانيمالز ولا عمل فيها ويت تشينج. يبقى تقدر تقول المركب ده سيف ده كمركر. سيفتي مركر يعني بنقول عليه. تمام? الاخر حاجة الافدنس. الافدنس على السيفتي بيج من كلينيكال ترايلز. الدليل النهائي ان المركب بتاعك سيف بيجي من الكلينيكال ترايلز وساعت كمان تحتاج حتى بعد ما ما الدراك بينزل الماركت. يعني بتقعد فترات طويلة جدا. خلاص? بس كده. فده بالنسبة للايه للجزء بتاع الان فيترو تاست. وباستكمال بقى كلامنا على حتة الان فيترو تاستنج زي ما اتفقنا خلاص دلوقتي ان احنا معنا كلمة ان فيترو يبقى احنا ما عندناش خالص ليفينج انيمالز واحنا بنركز ميلي اكتر على ام اما الليفل بايو كيميكال ليفلي اما على السيلولر ليفل هم دول التو ليفلز الاساسيين اللي بنتكلم فيهم في الناحية بتاعت الان فيترو معاهم برضو ممكن نحط التيشو ليفل ان انت تستخدم زي ما شرحنا وتشوف زي ما كده كنت بتعمله في الفرماكولوجي في التجارب زمان وتشوف تأثير المركبات بتاعتك على التيشو نفسه زي اكس فيفو سطادي يعني. ولكن خلينا نتفق ان يعني اصح حاجة تتعمل ان انت تبتدي الاول بالبيو كيميكال يعني دايما تفكر على البيو كيميكال ليفل اللي هو انت مثلا سي دلوقتي بالتارجت ان انت عايز تشوف او تكتشف بعض المركبات اللي ممكن يكون ليها قدرة على انها تعمل انهيبشن لانزايم معين انفولفت مثلا في اي نوع من انواع الكانسر زي الكولون كانسر مثلا. يبقى انت البداية بتاعتك الصحيحة اللي المفروض تكون تبتدي بيها خصوصا لو عندك عدد كبير من المركبات بتجربه المفروض تكون الانزايم ليفل اللي هو البيو كيميكال ليفل دي البداية المفروض تبتدي منها. طبعا في بعض الناس بتبايباس التجارب اللي هي البيو كيميكال وبتخش على طول على السيلولر وده مش غلط بس في نفس الوقت حيكون بيعتمد على الامكانيات بتاعت المعمل يعني لو المعمل عندك فيه امكانيات كبيرة تقدر ان انت من خلالها تجرب عدد كبيرة من المركبات على السيلولر ليفل يعني معناها ان انت حتجيب سيلز والسيلز دي اكسبرسينج الانزايم بتاعك وحتبتدي ان انت تجرب مركباتك عليها فخلاص مفيش مشكلة. انما انما لو انت معندكش الامكانيات دي يبقى الافضل ان انت تبتدي الاول في السكرينينج في المرحلة الكبيرة اللي هي عدد المركبات الكبير اللي انت عايز تجربه يبقى في الحالة او مثلا على level of extracts لو ناس بتاعت natural products يبقى الافضل في مرحلة زي كده ان انت تجرب الاول على الانزايم ليفل اللي هو البيو كيميكال عادة عادة البيو كيميكال ليفل بيكون ارخص شوية واوفر من السيلولر ليفل وكمان مش محتاج بيسموها ايه مش محتاج يعني تجهيزات جمدة في المعمل عندك ان انت تقدر من خلالها اللي لازم يكون عندك cells يعني يعني السلز محتاجة طبعا هود ومحتاجة ومحتاجة محتاجة ابروتش كتيرة جدا محتاجة اوتوكليفنج محتاجة يعني محتاجة قصدي تولز تكون موجودة في المعمل متوفرة لسيل كالتشر لاب يعني وده مش حيكون متوفر في كل المعامل انما الانزايم ليفل يو كان دويت ان انا كامستري لاب يعني حتى لو كامستري لاب تقدر ان انت تشتغل بكيتس او باسبكترو فوتوماتري او بغيره على الانزايم ليفل او على البيو كيميكال ليفل بدون مشاكل وبتكلفة قليلة فعش كده دايما انا بحب اقولكو ان البيو كيميكال ليفل ده ده اول ليفل يفضل ان انت تبتدي به فيه خصوصا لو بتعمل سكرينج يبقى لو بتعمل سكرينج يبقى الافضل دايما تبتدي بالبيو كيميكال ليفل جميل جدا التطور في الحكاية دي بقى جميل قوي مع التطور اللي حصل في الجيناتك انجينيريج لان احنا دلوقتي بقى عندنا قدرة ان احنا نقدر نعمل ايزوليشن وبيوريفيكيشن لأي انزايم ولأي بروتين احنا عايز طالما احنا عارفين الجين اللي بيكسبرس البروتين ده بعد كده او بيينكود البروتين ده وبالتالي يبقى ما عندناش مشكلة خالص فان احنا لو عندنا الجين ده يو كان ميك كلوننج للجين بتاعك جوه بكتيريا او جوه يست خلايا بتكون فاست جروينج ومش غالية وبعدين تخلي البكتيريا او اليست دي تنتج لك البروتين اللي انت عايزه وتقدر تفصل اللي هو زي الانزايم مثلا وتقدر تفصل الانزايم ده بشكل بسيط وسهل جدا ومعامل كتير بتعمل الكلام ده وكمان نتيجة التطور ده بقت الانزايم دي او رادي كوميرشل افالابل في كل الشركات تقريب فبالتالي تقدر ان انت تبيباس كل الخطوات دي وتقدر تشتري الانزايم جاهز على طول وتجرب الشغل بتاعك عليه طبعا ده مش معناه الحاجات دي مش مكلفة اكيد مكلفة بس انا اقصد لو بتقارن التكلفة بتاعت سكرينينج لعدد كبير من المركبات على انزايم معين على البيوكيميكال لافل بالمقارنة بالسيلولر مثلا لا اكيد البيوكيميكال حيكون احسن الحاجة التانية اللي بخليكم بقولكم انها بسببها انا بفضل جدا البيوكيميكال في مرحلة السكرينينج ان انت بتشوف فعلا انهي من المركبات بتاعك بيشتغل حقيقي على الانزايم ودي خطوة مهمة جدا ان انت في الاول انت عايز تطارجت مثلا انزايم معين وتعمل له انهيبشن يبقى انت محتاج الاول تتأكد ان المركب بتاعك اللي انت عايزه اللي انت بتقول عليه اليد ده محتاج تتأكد فعلا انه بيانهبت الانزايم ده وبيانهبت الاكتيفتي بتاعته بتكنيك بسيط مش بحاجة صوفيستيكيتد قوي مش بس كده انت كمان بتشتغل على الانزايم دايرت لي فانت معندكش البارييرز زي السيل وال مثلا بتاع الخلية معندكش مشاكل الابزوربشن لو بتكلم على انتستن وعلى جات وال ما عندكش المشاكل دي كلها انت بتشتغل دايرت لي على الانزايم على طول فلو المركب بتاعك بيانهيبت الانزايم يبقى فعلا هتشوف انهيبشن واضح فهتبقى متأكد على الاقل ان المركب بتاعك بيانهيبت الانزايم الفلاني فلما تيجي تجربوا بعد كده في ان فيترو تاستينج تاني زي الخلايا مثلا او لما تيجي تجربه بعد كده في ان فيفو تاستينج وتشوف ان ما فيش افكت للمركب بتاعك هتفهم ان المشكلة هنا ممكن ما تكونش اكتيفتي ممكن تكون فرماكو كايناتكس مثلا ممكن تكون علاقة بالابزوربشن او بالميتابوليزم بتاعه فهمتوا قصدي ازاي مش بالايه او بان هو يقدر يعدي السيلول بتاع الخلية لو الانزايم ده موجود جوا الخلية سيتو بلازميك مثلا فبالتالي انت من خلال الحكاية دي ادارت تفهم ادارت تعرف المشكلة ممكن تكون فين في الاكتيفتي بتاعت المركب ده انما لو انت مش عامل البايوكيميكال ده انت حتبقى داخل يعني عينك مغمضة مش عارف هل المركب ده فعلا بيشتغل على الانزايم ولا ما بيشتغلش طب هل المشكلة في المركب ده فرماكو كايناتك اكتر ولا فرماكو دايناميك اكتر يعني العلاقة هنا ابزوربشن ودستريبيوشن اكيد انتو عارفين انتوه دول ابزوربشن ودستريبيوشن وميتابوريزم وإكسكريشن ولا هي مشكلة فرماكو دايناميكالي في الانتراكشن مع الطارجت نفسه او مع الانزايم بتاعك نفسه فعش كده دايما بحب اقول لكم الحتة دي ان احنا نحاول دايما نبتدي لو نبتدي بنعمل سكرينينج نحاول على قد ما نقدر ان احنا نجرب على البيوكيميكال لافل الاول على الانزايم او الطارجت بتاعنا مباشرة طبعا عملية التارجتينج بتاع الاتش اي في الهيومان امينو ديفيشنسي فيروس طبعا اكتشفنا للبروتييز انزايم بتاعه وقدرنا نحنا نعمله كلونينج واكسبراشن في بكتيريا او في اي كولاي وبعد كده ناخد الانزايم دا ونقدر نفصله ونشتغل بقى عليه ونجرب نعمل عليه بقى دراك ديسكافري ايه كامبينز وايز بقى على كده انزايمز كتيرة جدا شغالة في الكانسر وفي غيره بما فيها دلوقتي كمان في الكانسر اللي هي الانزايمز بتاعة الكانسر اللي هو دي يكون بنعملها تارجتينج فالكانسر بدأ يعملها اصلا ميوتيشنز مثلا يغير بعض الامينو اسدز في الانزايم فبالتالي الانزايم يبقى رزيستنت للكانسر سوري الانزايم يبقى رزيستنت لتريتمنت اللي انت بتديه للكانسر بتاعك ففي الحالة دي برضو بنقدر نعمل اكسبراشن للميوتنز دي ونبتدي نجرب عليها تاني سكرينينج لمركبات جديدة وهكذا فزي ما بقولوكو الجاناتيك انجينيرينج ساعدنا قوي في النقطة دي النقطة دي كان فيها مشاكل كبيرة زمان ان انت قدرت تشتغل على البيوكيميكال انما دلوقتي موضوع البيوكيميكال ده بقى مهم جدا في البدايات بتاعة دراك ديسكافري في البريكلينيكال ديفالوفمين زي ما بقولو قبل الكلينيكال خلاص اللي هي الخطوة اللي احنا بنتكلم فيها حالين اللي هي خطوة lead identification او lead finding كمان انت من خلال البيوكيميكال بتقدر تعمل حاجات جميلة جدا اللي هي ان انت تقدر تحدد لو انت بتكلم مثلا على inhibitors فانت تقدر تحدد هل الانهيبتور بتاعك ده competitive ولا non competitive تمام ويمكن اي هوب ان ان شاء الله نتكلم معرفش دكتورة نايرا كلمتكم في الحكاية دي ولا لأ في او الدكاترا اللي بيخشو لكم يعني كلموكم في الحكاية بتاعة competitive or non competitive دي ولا لأ بس ممكن نبقى نتكلم فيها برضو في المحاضرة من المحاضرات يعني انت ازاي تعرف الانهيبتور بتاعك يعني بتعمل حاجة اسمها kinetic study kinetic study دي بتقدر من خلالها تعرف هل الانزايم بتاعك competitive ولا non competitive ودي برضو بتكون ميزة كويسة ليك لان ممكن ساعات مثلا يبقى المكتشف في السوق كله competitive فحيكون عندك ميزة اضافية لو الانزايم بتاعك non competitive ومش بيكمبيت مع السبستريت بتاع الانزايم ده وبيبايند في مكان مختلف الحاجة التانية برضو ودي مهمة جدا طبعا اللي هي potency ان انت بتقدر تحدد potency بتاعتك potency دي مهمة جدا ان انت بتعين IC50 value بتشوف IC50 value اللي هي قدرة الانزايم ده او التركيز بتاع الانزايم او بتركيز سوري بتاع المركب اللي انت محتاجه عشان تقدر تعمل inhibition تقريبا لخمسين في المية خمسين في المية انهيباش للنزايم activity بتاعتك فدي اسمها IC50 برضو مهم جدا ان انت من خلاله بتعين في بعض الاحيان من عين من خلال تعين dissociation constant اللي هو الكي دي وغيره فبالتالي عندك اكتر من حاجة تقدر ان انت تعينها باستخدام البيو كيميكال تاستينج اللي هو مش بتكون سهل قوي تتعامل في الحاجات اللي بعد كده او في السلز تمام او بتكون في حالة السلز بتكون مكلفة اكتر شوية ده بالنسبة للحتة دي انا حبي بس ان انا اغطيها طبعا حيبقى فضلنا حتة صغيرة برضو في الان فيترو اللي هي حتة الريسابتور دي بايو كيميكال ازاي كنت بقولوكو بكلمكو على حتة الريسابتور اجونست ففي بعض الاحيان انت يمكن تورجت حاجة زي كده في الشغل بتاعك ان انت مثلا بتدور ان انت تتشف انتاجونست الريسابتور معين او اجونست حتى للريسابتور ده في الحالة دي ممكن برضو ان انت تنتقل من البيو كيميكال اللي احنا كنا تكلمنا عليه على اطبع ان احنا هنا بقى بنشتغل على مثلا ريسابتور معين على سيل سيرفس على خلية من بره فممكن تجرب ساعتها على السيلولار ليفل او حتى على تيشو ليفل ففي الحالة دي انت ممكن مثلا انت بعارف زي ما حصل معاكم في فرماكولودي مثلا انت بتشتغل مثلا سي على الانتستن عارف ان فيه مسكارينيك ريسابتور وبالتالي بتشوف المسكارينيك اجونست والمانسكارينيك انتاجونست اللي موجود فانت قريدي بتشتغل على تيشو عارف ان هو بييكسبرس الريسابتور اللي انت بتدور عليه او البروتين اللي انت بتدور عليه فده برضو حل من الحلول زي ما شرحنا في اول سلايد في الان فيترو تاستن ان ده حل من الحلول وابشن كويس جدا بتشتغل فيه وفي الحالة دي انتو لما كنت بتشتغله كنت بتشوفه مثلا المسل المسل بتاعت الانتستن دي كان بيحصلها كونتراكشن ولا لأ مثلا يعني فبالتالي انت في الحكاية دي بتشوف حاجة اسمها فيسيولوجيكال افاكت بتشوف فيسيولوجيكال افاكت مهم جدا خلاص فسواء ايا كان بقى الفيسيولوجيكال افاكت ده ايه خلاص زي مثلا عايز تدور على برونكو دايليتورز مثلا فبتشوف برونكو دايليتور اكتيفتي ففي الحالة دي انت بتشوف هل الكمباونز تحتك هتقدر مثلا تعمل كونتراكشن للتراكية لسموس ماصل ولا مش هتعمل الكنتراكشن ده وتبقى وتعمل دايلاتيشن فهمتوا ازاي او على اقل تنهيبت الكنتراكشن ده ولا مش هتقدر تنهيبت الكنتراكشن فهمتوا يعني ممكن يبقى عندك مثلا لسموس ماصل بتاعت البرونكو تخليها يحصل فيها كونتراكشن وبعد نشوف بقى هل المركبات بتقدر تعمل دايلاتيشن للكلام ده او تعمل حاجة في الحكاية دي ودي برضو يعني كتير بلاحظها في الابحاث لما هتبدأ وتشتغله ان انت لازم تدور على التيشو او على السل اللي فعلا بتاكسبرس الريسابتور اللي انت بدور عليه يعني في الحالة دي ماينفعش ان انت تروح تستخدم اي سل او اي تيشو وتشوف اه ده كده هو شغال على الريسابتور اللي انا عايزه لازم تبقى متأكد ان السل اللي انت مستخدمها نوعية الخلايا اللي انت مستخدمها او نوعية الريسابتور اللي انت مستخدمها دي فعلا بتاكسبرس الريسابتور اللي انت بتدور عليه دي مهمة جدا 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 ونفس الكلام بنسبة لتيشو يعني بتكلم سواء بنتكلم على السلولر لفل او على التيشو لفل يعني ماينفعش مثلا انت تكون بتدور على ماسكرينيك انتاجونست وتروح تدور على تيشو أو تتجرب على تيشوز أو على سيلز ما فيهش المسكرانيك ريسابتورز دي دي حاجة مش منطقية ده مثال بسيط يعني خلاص نفس الكلام طب نفترض أنه أنت ما عندكش خلايا أو ما عندكش تيشوز فيها الكلام ده يبقى برضو الجينيتيك انجينيرينج بتحللك القصة زي ما في السلايد اللي فاتت عملت لنا الانزايمز اللي احنا بنقدر نشتغل عليها على طول على البايوكيميكا احنا ممكن برضو نعرف الجين اللي بيقدر يعمل انكودينج للبروتين اللي احنا عايزينه أو للريسابتور اللي احنا عايزينه ونروح نحط الجين ده نعمله كلونينج ونعمله اكسبراشن فيه نخليه اكسبرس البروتين في فاست ديفايدنج سيلز زي ما شرحنا قبل كده ايشريشيا كولاي يست أنواع مختلفة من البكتيريا حتى كانسر سيلزة نفسها ممكن نعمل فيها الترانسفكشن ده ونتطمن ان فعلا ايه ان الخلايا دي فعلا بتاكسبرس الريسابتور اللي احنا ايه عايزينه فتلاقي الخلايا تبتدي تعمل ايه اكسبراشن للريسابتور ده على السيل سيرفز بتاعها وتبدأ انت تجرب على الخلايا دي الشغل ده ويمكن اشهر موضل للحاجات دي حتشوفوه في الابحاث هو الـ CHO cells او الـ Chinese hamster ovarian cells الـ Chinese hamster ovarian cells دي من الحاجات اللي بتشغل حلو قوي في الحاجات دي لانها خلايا فرينلي جدا بتقدر ان انت تدخل فيها الجين اللي انت عايزه وتبدأ الخلية تعمل اكسبراشن للبروتين على السيل سيرفز بتاعها بكميات كبيرة خصوصا لو الريسابتور زيزة ما قلتلكه على السيل سيرفز كمان ومن خلال الحكاية دي انت تقدر بقى تجرب او تعمل تاستنج للمركبات بتاعتك وتشوف هل ليها فعلا اجونست او انتاجونست ايه افكت بس يعني فدي برضو حاجة من الحاجات اللي احبيت اقولها ان صور الـ in vitro تاستنج مختلفة وتقدر تعمل اكتر من in vitro تاست ودي برضو نقطة مهمة جدا في ناس كتيرة جدا بتعتمد في الشغل انها تجرب حاجة واحدة وخلاص لا تحاول تنوع الموضوع بيبقى انا معاكم ان هو موضوع متعب ومكلف جدا بس هو ريسرش كده ريسرش محتاج ان انت بحيث ان عندك اتنين تلاتة اكسبريميز بيدوك نفس النتيجة ففي الحالة دي تقول اه فعلا النتيجة بتاعتي مزبوطة المركب ده بيشتغل على الريسبتور ده او بيينهبط الانزايم الفناني النقطة الاخيرة اللي انا يمكن عايز اقولها في حتة الـ in vitro تاستنج ان زي ما قلنا قبل كده في حتة البيوكيميكا لان البيوكيميكا المهم جدا لانه بيوريك قدرة المركب بتاعك فعلا انه يقدر يبايند مع التاركت اللي انت عايزه ولا لا يعني بيشوف الفرماكو دايناميكس بشكل كويس قوي على البيوكيميكا الليفل من غير اي مؤثرات حواليه فبالتاني انت بتقدر تتحكم في كل الانفيرومنت اللي عندك وبالتاني ما بيبقاش عندك فاكتورز ممكن تخش في الايه في العملية خالص تمام على فكرة الحكاية دي قريبة برضو قوي بتبقى في السلس يعني في السلس برضو بتشوف نفس الكلام ده غير لما تجرب بقى انفيفو انفيفو انت خلاص دخلت بقى على مشكلة بتاعت الجات وال هتبقى عندك مشكلة فيها خصوصا لو هتدي المركبات بتاعتك اورلي هايبقى عندك مشكلة في اللي هي الابزوربشن يعني هايبقى عندك مشكلة في الميتابوليزم هل هيحصل ميتابوليزم ولا لأ كل دي هتبقى عوامل العوامل دي قليلة جدا في السلس ومنعدمة في البيوكيميكا لان انت في البيوكيميكا الشغل بتاعك دايرت لعلى مين على الانزايم فده الجملتين اللي انا كنت قلتهم من شوية موجودين هنا في الايه الجزء ده الحاجة التانية برضو اللي انا عايز اقول لكم عليها ان دي ميزة وعيب الحقيقة للامانة يعني ليه لان انت ميزة طبعا لان انت زي ما بقول لكم انت بتشوف الفرماكو ديناميكس تاعت المركب الاول قبل ما تخش على اي حاجة تانية بس العيب ان انت تقف عندها يعني تقف عندها يعني تقف عند الانفيترو وتقول ان المركب بتاعي ده يعتبر مثلا ليد دي برضو غلطة شائعة بنشوفها ده غلط لان الليد كومباوند عشان تقول عليه كلمة دي زي ما شرحنا لازم يكون في انفيفو سطاديت عملت كويسة وقوية وقالت لك الكلام ده وشفت من خلالها اكتيفتي كويسة طب ليه لان انت وارد جدا ان في الانفيترو انت عملت بايباس لكل العوامل دي تمام بالذات لو شغال مثلا بايو كيميكال عملت بايباس لكل العوامل دي وحتى سيلولر لان كتير من الميتابوليك انزيم مش موجودة في الخلايا اللي انت بتشتغل عليه فبالتالي انت كده حتى الميتابوليز ما قادرتش تعمله اساسمنت كويس لو الجوتول وفكرة الابزوبشة لو هتدي المركب بتاعك اورلي انت مش عاملها اساسمنت حتى لو انت مستخدم سيلولر وبالتالي في الحكاية دي انت عملت بايباس لعوامل كتيرة جدا ممكن تأثر على الاكتيفتي بتاعة المركب بتاعك فان انت تدي له صفة الليد هتبقى مصح تمام امتى حتدي له صفة الليد لما يكون يقدر يعمل العوامل دي يقدر يصيرفايف من الميتابوليك انزيمز يقدر يعدل جوتول ويوصل وتبقى البيو افليابليتي بتاعته كويسة يبقى انا عمل له فرماكو كيناتكس كويسة وعمل له فرماكو دايناميكس ايه كويسة فقدرت من خلال الحكتين مع بعض اقول ان المركب بتاعي بوتينت واكتف بس يعني فدي نقطة انا حبيت اقولها ان هي الميزة اه ان انت بتشوف الفرماكو دايناميكس بشكل حلو قوي من خلال الان فيترو تاستينج انما ما ينفعش توقف عند الليفل ده لو عايز تقول كلمة ليد يبقى لازم تكمل كمان لايه للان فيفو عشان تدخل عوامل تانية معك انت ما كنتش بتقدر تعملها من خلال الان فيترو ايه ستادس يعني دايما حتى في الكتب يقولك انت دلوقتي لو انت شغال حتى مثلا اه فهم بيكملوا بعض يعني يعني دي دي حاجتين بيكملوا بعض يعني في كتب مسلا يقولك ايه دلوقتي انت عندك دروق بيفيل تباين تو ذا تورجت وعندك دروق تاني بيفيل ان هو يعدي لجا تقول اديت الاتنين اورالي في الانيميلز من غير ما تكون جربتين فيترو الاتنين فيلت بس دا سبب الفيلير هنا غير سبب الفيلير هنا ان هو مش قادر يبايند مع التارجت اصلا انما سبب الفيلير في الحالة التانية كان ان هو مش بعدي لجا تول فالابزوربشن فيها في مشكلة لحلينا مشكلة الابزوربشن المركب ده ممكن يكمل ويبقى دواء فهي دي النقطة ان ده ده بيعمل نوع من أنواع الأتريشن يعني إيه الأتريشن؟ أن أنت بترمي مركبات كتير وتقول أنه ملهاش لازمة أو مش إفكتف في حين أنه ممكن ييجي منها يبقى فيه منها أمل بس محتاجة تعديلات في الفرماكو كيناتكس بتاعي فعشان توصل لنتائج مصبوطة لازم كل الحاجات يتبقى مع بعضها الانفيترو يتعامل باللفلز بتاعته المختلفة وبعدين يتعامل بعدها كمان انفيفو سطادي كويس النقطة التانية برضو أن دلوقتي الانفيترو بقى وده بقى له فترة الحقيقة بقى بيخش معنا في الاساسمنت اوف ميتابوليزم على الأقل ويكان بريديكت اللي ممكن يحصل طبعا مش مئة في المئة بس ويكان بريديكت الميتابولايتس اللي ممكن تتكون ويكان بريديكت كمان الفرماكو كيناتك بيهيفير بتاعت الكمباون ده ممكن يبعمل ازاي؟ انفيترو يعني بدأنا نحل بعض المشاكل دي من خلال انفيترو موديلز طبعا اشهر الانفيترو موديل زي اكيد سمعتوا عنها الكاكو تو سيل مونولير دي بتأسس الابزوربشن بشكل حلو قوي خلاص لانها بتشتغل بتبقى شبيهة قوي بتمامك قوي او بتحاكي الانتستاينا الجاتول بتاعنا فبتعتبر ابزوربشن موديل ممتاز بتشوف من خلاله هل الدرج بتاعك بيقدر يعدي الجي اي تي ولا لا بس على الليفل اللي هو الايه الانفيترو ليفل وبرضو الميتابوليزم انت الميتابوليزم بيتم معظمه في الليفر زي ما انتم عارفين وبالتالي ممكن جدا ان انا استخدم خلايا هباتوسايتس من الليفر سالز او من الليفر او ان انا استخدم مايكروزومز بحيث ان انا تبقى فيها السايتوكروم بي فور فيفتي انزيمز اللي هي بتميتابوليز معظم الادواء بتاعتنا ومن خلالها برضو قادر اشوف ايه الميتابوليزم اللي ممكن يحصل لمركب زي ده خلاص استكملا بس الاخر حتة قبل ما نقفل للسلايد دي الحتة اللي كنت بقول لكم فيها على الجزء بتاع الانفيترو ان انت لو مثلا دلوقتي ساي جربت انفيترو بس وما كملتش ساعات في بعض الاحيان مثلا الناس بتقعد تعمل assessment انفيترو تاستينج كتير جدا لأسترس مثلا ديكم سهلا عشان تبقى حاجة ايه سهلة وتفهموها خلاص وتلاقي ان الاسترس دي على البيوكيميكا الليفل هيلة تمام بايوكيميكا الليفل ممتازة بتشتغل على الانزيم IC50 بتاعتها في النانو مولر رينج يعني حاجة في بوتنت النانو مولر وبعدين تيجي تجرب في الخلايا تبتدي تشوف افاكت كويس فتبتدي تقول انا عندي كده ليد بس الحقيقة اخد بالك ان دي ايه استرس وبالتالي اول ما هتتعرض الاستريزز اللي موجودة عندنا تمام حتى في الانتستن او في الخلايا نفسها من الخلايا بتاعتنا فيها استريزز هتلاقي ممكن يحصل شوپنج يعني يحصل كسر الاستر لينكتش دي وبالتالي يبقى المركب اللي انت شايفه بوتنت ده بقى نصين نص الكل ونص است والبوتنسي بتاعته طبعا ايه ما بقتش موجودة او لو شفت بوتنسي مش هتبقى نتيجة الاستر هتبقى نتيجة الاسد والايه والالكول كلن على احده فاهمتو ازاي فده اللي انا بقوله عشان كده ده دي مهمة ايه مهمة اوي ان انت تتبريديكت الميتابوليزم يبقى ده ميتابوليزم الميتابوليزم اللي هيحصل للمركب ده هيكون عامل ازاي هل هيتكسر بسهولة ولا لا فانت كأنها كده مدي برو دراج مش مدي دراج ده يعتبر برو دراج حاجة لسه هيحصل لها ايه تكسير وتتحول لمركبات تانية جوه جسمنا فاهمتو ازاي فده اللي بقوله لكم ما ينفعش ابدا ناخد conclusion نهائية من الان فيترو بس ولا ان احنا نخش على الان فيفو على طول يعني خش على الان فيفو على طول برضو دي ميش احسن حاجة زي ما قلتلكو خصوصا لو انت بتعمل سكريننج لايه لمركبات كتير طيب تعالوا بقى نشوف الان فيفو الان فيفو هيبقى فيها بقى لايف انيمالز سبقى انت كده دخلت على الان فيفو هتبتدي تشوف طيب هل الليفل بتعال الان فيترو كافي لوحده لا طبعا لازم برضو بعد الان فيترو لازم تحاول ان انت تعمل ان فيفو تاستينج دي خطوة مهمة جدا قبل ما تخش على اي حاجة تانية ففي جزء دراج ديسكافوري لازم تمشي بالستابس دي وبالتالي في حالة الان فيفو دي انت محتاج الاول ان انت تشوف الكنديشن اللي انت بتدور عليها الديزيز اللي انت عايزه عشان تقدر تخلي الانيمالز بتاعتك عندها الدزيز ده طبعا احنا عندنا اكتر من انيمال ماضل اشهرها طبعا الايه المايس والراتس والفي برضو المانكيز ساعات بنستخدمها والرابتس والجيني بيكز يعني دول اكتر حاجات ايه انيمال ماضل مشهورة يعني خلاص طبعا الفكرة الاسية هنا ان انت تنديوس الكلينيكال كونديشن اللي انت عايزه في الانيمال يعني انت مثلا دلوقتي عايز تدسكوفر مثلا للانتي انفلاماتوري مثلا يبقى في الحالة دي لازم تنديوس الانفلاميشن الاول في الانيمال بتاعك طبعا دي حاجة مش محتاجها دي حاجة بديهي واول ما تشوف الابزورف بالسامتمس اللي انت عايزها الاول على الانيمال بعد كده تبتدي تجرب المركب تبتدي تريت تعمل تريتمنت للمركب بتاعك او الانيمالز بتاعتك بالمركبات اللي انت بتدور عليه طبعا كل التاست دي سواء ان فيترو او ان فيفو انتوا شغالين بعد كده ان شاء الله في الشغل بتاعكم لازم يكون عندكم تمام ده لازم يبقى دايما كده ما تعملش تاست ان فيترو ولا ان فيفو من غير اللي اتنين لازم يكونوا موجودين خلاص فيه ناس تقولك مش لازم يعمل لا اعمل دايما باستف كنترول ونكاتف كنترول باستف كنترول يعني دراج اريدي في السوق زي ما انتوا عارفين بيشتغل على الحاجة اللي انت بتدور عليها مثلا او بيشتغل في الاتجاه اللي انت بتدور عليه والناجاتف كنترول بيكون مجموعة او سواء انيملز او لو بتكلم في سلز مثلا خلايا ما بتاخدش تريت من تل انت بتديه يعني انت بتدي مثلا دوا معين عايز تجربه ما بتديه ومش خالص ما بتجربش عليهم الدوا ده بتجرب ما كانوا حاجة اسمها فيهكل فيهكل يعني مجرد الصولف انت بس اللي انت مستخدمه في الدوا بتاعك فده منو عيه فيهكل تريت اكيد سمعتك المتين دول قبل كده ناجاتف والبوسطف كنترول فده دول مهمين جدا لازم يكونوا عندك عشان لما تبقى تشوف النتائج بتاعتك تتأكد فعلا ان الاسي كماشي كويس وتقدر تقارن المركبات اللي انت بتعملها تاستينج بالبوسطف كمان ايه كنترولز النقطة التانية المهمة جدا في الحتة دي تعالوا ناخد مثلا مثال فيه برضو حاجة تانية مهمة اوي فيه بعض الانيمالز دلوقتي وديه مشهورة جدا في الانفيفو الصادس دلوقتي بتسميها ترانسجانيك اانيمالز ترانسجانيك اانيمالز يعني مجموعة اانيمالز تغير الجينز بتاعتها شوي حصل فيها جيناتك موديفكيشن ممكن يكون ان مثلا لو بيكلم على ترانسجانيك مايس مثلا ممكن نجيب ترانسجانيك مايس نعمل ايه نشيل بعض الجينز اللي عندهم ونعمل لها ريبليسمنت بجينز من هيومنز خلاص فمثلا معروف جدا ان المايس ما بيجلهاش ألزهايمر خلص تمام لما بعمل لربليسمنت البعض الجينز دي اللي هي بتبقى انفولفت في الالزهايمر عندنا تمام ادخل الهيومن جينز دي عندها تبدأ الان الفران دي ايه يجي لها الزهايمر تمام يبقى انا كده ببتدي ان انا ايه انديوس كونديشن معينة بس من خلال جيناتك موديفكيشن عشان كده ده بنسميه ترانسجانيك اانيمال فاول نوع من الترانسجانيك اانيمالز اللي بيكون حصل فيها ريبليسمنت لبعض الجينز بتاعتها بهيومن جينز تمام النوع التاني اللي هو بيكون مجرد بس عملنا جيناتك ألتريشن يعني غيرنا في الجيناتك كومبوزيشن بتاعه الجينز بتاعت الماوس ده من غير ما ندخل تمام مجرد بس ان احنا عملنا ايه مثلا شلنا جين معايد خلينا الانيمال ده عنده دفاكتف جين معايد فالجين ده مثلا مسؤول عن بروتينات انفولفت مثلا في الاميون ريسبونس مثلا خلاص فانا كده قللت الاميونيتي بتاعته جدا انا عملت الاميونيتي بتاعته جدا فخليته ساسيبت بلت شوية مثلا لما دخلوا براست كانسر سالز في مكان البرست يبتدي يديفالوب براست كانسر فدي ده مثلا احد الامثال المشهورة جدا خلاص عندنا مثلا حاجة مشهورة اوه في الحكاية ده اسمها النيود مايس النيود مايس لو تسمع عنها بتبقى مايس ما عندها الشعر خلص نيود مايس ممكن تبقوا تعملوا تسرش عليه خلاص فنيود مايس دي بقى عندها الحكاية ده حصل جيناتيك التريشن بحيث ان احنا نقدر نستخدمها تديفالوب بعد كده براست كانسر موضل تمام؟ يبقى دي كلها اسمها ترانسجينيك ايه ترانسجينيك انيميلز طيب بالنسبة بقى للتوكسيستي احنا نتسائلين من شوية الان فيفو ديتا بقى بتديني ماركر للتوكسيستي طبق مش تعتبرش انديكيتور بس لا تعتبر ليفل اعلى يعني انا ممكن اخد سيفتي ديتا كويسة جدا من الانيميل ايه موضلز بتاعتي عشان كده اي انيميل استادي انت بتعملها جزء اصيل منها ان انت تقيس الويت بتاع الانيميلز طول فترة الاستادي جزء اصيل منها ان انت تشوف المعدل الاكل بتاعهم يوميا هل بيقل مع التريتمينت اللي انت بتديه ولا لا لان لو معدل الاكل بيقل وبيخسوا ووزنهم بيقل يبقى ده معناه على طول ان الدواء ده تكسيك فمؤثر عليهم ومؤثر على حالتهم تشوف الموف منت بتاعهم هل بيتحركوا الحركة الطبيعية بتاعيتهم ولا مفيش كل ده بيبقى ساينز كده فيجول ساينز على فكرة التوكسيستي عشان كده مهم قوي برضه ان الان فيفو ديتا دي تاخد منها انديكيشن اكتر على التوكسيستي بتاعت المراكبات ايه بتاعتك اشتركنا نرد انتابلها سيفتي ايه ماركروس طبعا عندنا مشاكل في الان فيفو تاستيك اكتر بكتير من المشاكل بتاعت الان فيترو الان فيترو فيها مزايا كتير بس طبعا الافل افدنس اللي بتاخده منها طبعا بيكون محدود زي ما قلتلكم الافدنس في الان فيفو بيكون اعلى بس عندك مشاكل طبعا اولا اكسبنسف غالية جدا تمام؟ مش كل مش اي حد هيعرف يعملها يعني الان فيترو ممكن ان انت تتعلمها بسهولة الان فيفو بتبقى محتاجها ترينينج اكتر بتبقى محتاجها اجراءات اثيكس و اثيكال كاميتيز بتخشها واتع ورق بتخلصوا الكلام ده كله زي ما قلتلكم الدراسة نفسها بتكون بطيئة الان فيترو تاست في بعض الان فيترو تاست ممكن تخلص معك في ساعتين ثلاثة انما انما الانيمال ممكن تقعد شهر واثنين وثلاثة حسب حسب انت بتأسس ايه فبالتالي الموضوع ايه تايم كونسيومنج و سلو شوية وبعدين انت معرض خلالة الشهور دي كلها ان يحصل دروب في اي لحظة انيمال يموت منك انيمال يحصل له حاجة فتحصل مشكلة في الاستادي فبالتالي فيها مشاكل كتيرة جدا غير طبعا فكرة الانيمال سوفرينج والحطة الكنتروفيرشيل او الكنتروفيرسي اللي كلمنا عليها قبل كده الناس بتقول ايه ما ينفعش نعمل التجربة عن الانيمالز والكلام ده كله خلاص في بقى مشكلة برضو مهمة جدا ان احيانا النتائج بتاعت الان فيفو دي على فكرة حاجة طبيعية الان فيترو والان فيفو تاست عموما بتبقى نتائج بتاعتهم في بعض الاحيان مسليديك خلاص يعني ايه مسليديك يعني ممكن تشوف نتائج كويسة جدا في الانيمال الماضي اللي انت مستخدمه ولكن لما تيجي بعد كده حتى تجرب في clinical trials ما تلاقيش effect كويس ويمكن عندنا اشهر من اكتر من كيس مشهورة في الحكاية دي يعني مثلا لو فاكريني البنيسالن لما جينا استخدمنا البنيسالن مثل استر كبرو دراج كده جربنا في المايس بيحصل له hydrolisis في المايس وديني اكتف منيسالن فبالتالي انا حققت الحاجة اللي انا عايزة ان انا قدرت اعمل ديزاين لبرو دراج انما لما جيت بعد كده استخدمه في الهيومنز ما حصلش الهيدروليسيس يبقى الهيدرولايزينج انزيم مش موجودة عندنا يفاهمين اصلي؟ عندي مثلا حاجة زي الثاليدومايت لو فاكرينه اكيد فاكرينه تيراتوجينك في الرابيتس مثلا فبالتالي بيأثر جدا في الرابيتس انما في الهيومنز انما في المايس ما بيبقاش تيراتوجينك فانتجربته في المايس لقيته سيف انما لما تيجي بعد كده لقدر الله تجربه في الهيومنز لقى بيعمل تشوهه في الاجنة فبالتالي يبقى انت هنا عندك مشاكل كتيرة جدا متعلقة برضو بالفارماكو كيناتك بروفايلز ان مش كل حاجة الفارماكو كيناتك بروفايل بتاعتها زي الثانية مش كل انا او زي انا او زي انا او زي انا تاني فهمتوا ازاي؟ فانت عشان كده برضو من ضمن الحاجات المهمة او في الانيميل ترايلز او في الانفيفو ترايلز انت يكون عندك برضو اكتر من موديل وده طبعا يعني في الليفل بتاعنا في الاكاديميا بيكون صعب انما الافضل انت تشوه الريزولتس باعتين انفيفو ستاديز فاكتر من موديل دي مهمة جدا تشوف اكتر من نوع من الموديلز وتجرب فيه تمام؟ فبقى دي شوية مشاكل متعلقة بالايه؟ بالانفيفو تاستنج طبعا سواء عملت انفيترو او عملت انفيفو فزي ما قلتلكم حيبى عندك حتة التست validity and relevancy ولازم التست سواء هنا او هنا يكون valid and relevant يعني يكون قريب جدا من الحاجة اللي انت بتدور عليها او اللي انت عايز تستهدفها وفي نفس الوقت يكون فيه validity عالية يعني يكون valid يعني تقدر ان انت تعتمد على الريزولتس بتاعته طيب تعالوا نشوف مثلا مثال اشهر مثال anti-bacterial drugs انت دلوقتي عايز تسكرين anti-bacterial drugs يبقى لازم تشوف effect بتاعه على قدرته على ان هو يقتل البكتيريا ده اسمه validity طب اني نوع من البكتيريا ده اسمه validity ماينفعش ان انا زي ما قلتلكم اكون شغالة على الصدامنة سواروح اجرب على الاشريشي كولوي ده مثال مثال تاني مثلا local anesthetics local anesthetics مثلا عشان تقدر يعني توصل local anesthetics effective ممكن جدا ان انت تشوف الايفكت بتاعهم على blocking بتاع nerve potential فisolated nerve عادي جدا in vitro يبقى كده ده valid test كده انت بتدور على local anesthetics فبتشوف حاجة بتقفل nerve potential فisolated nerve الاول فده كده اسمه valid test فهمتوا قصد يا جماعة عايز تشتغل على breast cancer انزيم معين في breast cancer بس هتستخدم cells يبقى لازم تطمي ان cells the expressing receptor عشان يبقى valid test فهمتوا فده مهم او اختيارك للتست لازم يكون valid وإلا يبقى كل النتائج المبنية على التست ده هتبقى ملهاش معنا الحاجة التانية ان في بعض الاحيان بتكون العملية straight forward زي الامثلة اللي انا شرحتها ولكن في امثلة تانية بيكون عملية ال validity دي صعبة جدا يعني مثلا لما تيجي تدور على psychosis مثلا disease مثل psychosis صعب جدا 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 انت تلاقي animal model لل psychosis فبالتالي حيبقى صعب قوي ان انت تتست حاجة زي كده فبعض الاحيان ال validity دي بتبقى ان انت تلاقي test دي اساس حاجة معينة بتبقى مستهلة في كتير من الاحيان ممكن تلاقي in vitro ومتلاقيش in vivo او العكس فبالتالي بتبقى فيها شوية صعوبة خلاص طب ان انت حايل على الحكاية دي ازاي ساعات مثلا لو انا مش لاقي مثلا animal model او مرايح عامل ايه او مرايح مثلا انا عارف ان انا عندي مثلا receptor involved المفروض ان في receptor او target معين هو ده اللي involved دي في psychosis مثلا خلاص اروح ااخد ال receptor ده وعمله in vitro test يبقى بتحايل فاهمين قصدي او العكس عندي in vivo بس ما عنديش in vitro فخلاص هروح لل in vivo test ده واعتمد عليه ويبقى هو ده valid test وخلاص تمام الفكرة بس الاساسية هنا ان اللي بتقابلنا في ال approach ده او في الطريقة دي ان زي ما قلت لكم ان مش شرط قوي ان receptor اللي انت مختاره اللي انت هتجربه مثلا in vitro ده يكون هو فعلا المسؤول عن ال disease لوحده يعني ممكن يكون جزء من الحل بس مش الحل كله ممكن يكون عندك اكتر من receptor وده بيحصل كتير في اكتر من disease يعني بيبقى عندك اكتر من receptor involved في pathology يعني بتاعت ال disease فبالتالي مهمة برده قوي ان دي بتبقى limitation شوية هنا ان انت حتى لو اخترت receptor اللي بنوع عليها valid target يعني لازم يكون عندك valid target valid target يعني target انتضامن ان هو ده اللي involved في disease اللي انت بتدور ايه عليه خلاص ودي من السهل مش في كل الامراض بتكون available يعني مش كل الامراض عندنا عارفين لها valid targets نقدر ان احنا نستهدفها بأدوية بنسميها valid dragable targets dragable يعني نقدر ان احنا نستهدفها بايه بدوى معين او بمركبة خلاص طيب طيب ايه بقى ال high throughput screening ده طيب هنا كلمة بين ممكن صعبة شوية ولكن في الاغر ال high throughput screening ده it's an in vitro test عشو كده احنا اتكلمنا في الاول عن ال in vitro وال in vivo لان هما دي الانواع الاساسية تمام؟ لما نكلم على high throughput screening فانت بتستخدم in vitro test بس بشكل معين الشكل ده اللي هو ايه automated انو يكون فيه اوتوميشن يعني اوتوميشن يعني تستخدم بقى فيه artificial intelligence بشكل شوية افضل روبوت بقى يكون مميكن اكتر مفوش تدخل بشري كتير وديك مزايا بس في نفس الوقت انت محتاج في ال in vitro test ده عشان تقدر تخليه automated يكون فيه مواصفات شوية اولا يقدر يعمل testing large number of compounds against large number of targets يعني انت هنا مش بس ممكن تستخدم against target واحد ممكن كمان تحتاج ان انت تستخدمه against large number of targets فممكن تطوع التست بتاعك ان يكون بالشكل ده فهنا بتحتاج شوية منوع عليها miniaturization miniaturization يعني ان انت بتحاول تصغر شوية ال level اللي انت شغال عليه من ناحية الكميات يعني تبقى الكميات اللي انت مستخدمها في الحاجات الصغيرة عش كده دائما مثلا بتلاقينا بنستخدم ويلز بنوع عليها زي اللي قدامنا دي او plates سوري زي اللي قدامنا دي هنا تمام plates بيكون فيها ويلز صغيرة خالص والكميات اللي بتحطها فيها تبقى بال 10 microliters و 2 microliters و 3 microliters تبقى ال volume صغيرة جدا تمام؟ فانت بتحتاج miniaturization وبتحتاج automation لل in vitro test بتاعك بحيث ان انت تضمن ان يبقى عندك عدد كبير جدا من المركبات بيحصل لها testing ممكن كمان against large number of targets من ضمن الحاجات المهمة جدا وطبعا مهمة اوي في التاست في الحالة دي انه يكون بيخلص في وقت قصير لنشورت period of time يبقى ما يبقاش time consuming عشان كده high throughput screening exclusive لل in vitro ماينفعش ان انت تعمله ابدا ايه in vivo هو دايما بيكون ايه موجود بس في ال in vitro برضو من ضمن الحاجات المهمة اوي ان لازم التاست في الحالة دي بالذات يكون ال effect بتاعه سهل اوي ان انت تقيسه لان طبعا انت عندك كميات كبيرة جدا هيبقى عندك ويلز كتيرة اوي ومركبات كتير فانت عندك انت ممكن تتاست يعني خلينا نقول ايه 100000 مثلا 100000 مركب في ال high throughput screening run الواحدة ممكن توصل لمليون مركب في ال run الواحدة دبعا ده في ال in industry بيبقى كده تمام فبالتالي انت كده بتبقى محتاج ان ال effect اللي هيطلع في الاخر من كل دول يبقى سهل اياسه بحيث انه ما تدخش يبقى easily imaginable يعني مثلا زي ايه مثلا زي color انه بيكون بيطلع لي مثلا color يحصل color change فيبقى عندك ضيبة تتحطى مثلا ويحصل تغيير في اللون وتشتغل colorimetry زي اللي كنا بنشتغله في المعمل مثلا تمام او مثلا يكون عندك radio active legend مثلا فبيعمل radio activity او بيعمل fluorescence وبالتالي مثلا لو binded مثلا مع ال receptor فبالتالي يحصل fluorescence لو ما حصلش binding مايبقاش فيه fluorescence وانت بتقيس مثلا بتقيس fluorescence او بتقيس luminescence وتفر بقى الحاجة اللي انت ايه بتقسها ممكن يكون cell growth مثلا تمام cell growth فخلايا بتنمو مثلا وانت بتشوفها زي ال colony كده مثلا مثلا في حالة البكتيريا بس طبعا هنا هتبقى مختلفة شوية تمام ازاي ما قلتلكوا ايه color change ده ممكن يكون نتيجة enzyme catalyzed reaction فانت بتعمل enzyme reaction عادي جدا لو ال enzyme reaction ده حصل يبقى بيديك color change لو ال enzyme reaction ده ما حصلش مثلا فال color بيفضل زي ما هو وبتلي المركبات بتاعتك لو قفلت ال enzyme يبقى كده مش هيشتغل ال reaction ده فال color يفضل زي ما هو انا بديكم مثال فهمتوا ازاي فبتالي يبقى المهم ان يكون فيه ايه easily measurable effect طب النتيجة بتاعت ال high throughput screening بتكون ايه ممكن يديك hits كتير جدا يعني انت طبعا بدء بكميات كبيرة من المركبات انت ما اقول لكم ممكن تبدأ في ال high throughput screening ده بمليون مركب طبعا ده available في الاكاديمية طبعا لا بس في ال industry بتشوفوا كتير بالذات الناس اللي عندها شركات اللي عندها R&D عالية جدا high throughput screening ده يعني ايه يعني كل يوم يشغل كل يوم فاهمين قصدي طبعا ال post of hits اللي بتطلع بتبقى مثلا range activity اللي بنتكلم من 30 micromolar لone nanomolar يعني فيه range واسع جدا ممكن انت توصل مش معنى ان انت شغال high throughput ان انت هتوصل لاكتيفتي قليلة او اكتيفتي عالية لا انت عندك احتمالات كتير ممكن في ال range ده كله تقدر توصل المشكلة الاساسية في high throughput screening ان results بتاعته لازم تتفلتر يعني ايه لازم تتفلتر يعني ممكن جدا يكون طلع لك hits كتيره hits يعني active compounds كتيره جدا من high throughput screening انما they cannot be considered as leads ما تقدرش ان انت اعتبرهم leads ونرجع بقى للفرق ما بدي ال hit وال lead ليه بقى؟ لان المركبات ده اعتبر false positive يعني false positive يعني مدية معاك post of of test بتاعك اللي هو بتاع ال in vitro ده بس هي ما تقدرش تعتمد عليها ك lead a compound ليه بقى؟ ممكن يكون المركبات دي promiscuous promiscuous inhibitors يعني مركبات بتعمل inhibition ل range كبير جدا من ال proteins او من ال targets وبالتالي يبقى في الحالة دي ما عندكش selectivity كافية وبالتالي المركبات دي لا تصلح بشكل كبير انها تكون lead compounds خلاص؟ دلوقتي طبعا في approach جديد اللي هو الم multi target ده انه عندك مركب بيمسك اكتر من target مع بعض بس في نفس الوقت ما يكونش برضو promiscuous بالشكل ده promiscuous ده معناه انه باي بروتين تقريبا بتحطه عليه بيعمل له inhibition وده له سبب ده له سبب ان المركبات دي غالبا بتكون حاجة اسمها molecular aggregates بتكون ايه؟ اجريجيز خلينا نكتب لكم كلمة بتكون aggregates aggregates يعني high molecular weight complexes كبيرة جدا ما بين البروتين وبين المركب اللي انا بقولك عليه اللي هو عبارة عن promiscuous inhibitor ده خلاص بس هنا الأجريجيز اللي انا قصدها ما بتبقاش كده الأجريجيز اللي انا قصدها هنا هي ان المركب نفسه لول promiscuous inhibitor ده بيمسك مع بعضه تمام؟ وبالتاني لما بيمسك مع بعضه بيكون اجريجيز كبير الأجريجيز الكبير ده بيكون له service area عالية زي ما بيقول كده المركب بيعمل cross linking يعني ممكن يكون مثلا المركب ده عنده جزء منه positive وجزء منه negative فالجزء ال positive يمسك في ال negative وال negative يمسك في ال positive وهكذا فيعمل cross linking فيبقى عندك من المركب ده سلسلة سلسلة طويلة السلسلة دي service area بتاعتها عالية جدا فبالتالي service area العالية دي بقى لها adsorption power عالية فتقدر تعمل adsorb يعني النصاص على السطح adsorb للبروتين عليها فيتبان في ال result ان حصل انهيبش البروتين لما الحقيقة هو المركب ما عملش باينينج مع البروتين هو كل اللي عمله انه adsorbit البروتين على سطحه على سطح المركب لان المركب بقى كبير جدا نتيجة الايه ال aggregate اللي تكون خلاص بس كده دي يا رب تكون وضحة الفكرة بتاعته فده كده ايه promiscuous inhibitors دي بيحلها دايما في الأسيز اللي بالشكل ده احاول حط detergent detergent بيينهيبت ال aggregation فلو عندك promiscuous inhibitor يبقى كده وانا موجود عندي detergent بنسبة صغيرة في الميديا هو حيمنع ال aggregation بتاع المركب ده مع بعضه وبالتالي يبقى كده انا بضمن ان حتة الانهيبشن ده مش هيحصل خلاص؟ لو موجود يبقى بقى eliminate the factor ده خلاص؟ ده بالنسبة لأيه الاول possibility طب ايه المشكلة التانية اللي ممكن تقابلنا او ك false positive hits ايه الاحتمال التاني الاحتمال التاني هي فكرة انه يبقى عندك مركبات كتيرة بتطلع في ال high throughput screening بتكون chemical reactive يعني مركبات عندها functional groups بتتفعل مع اي حاجة عارفين كده فكرة shifts based زمن لما بعندك CHO وعندك فيعمل على طول الاوكزيم فيعمل الاوكزيم على طول يبقى في الحالة دي ده ايه؟ ده اسمه aldehyde group دي تعتبر كده كيميكالي reactive عندنا مثلا ال alpha chloro ketones عندنا ال epoxides ال acid chloroides trifluoromethyl ketones الalkyl halides كل دي تعتبر ايه؟ تعتبر chemical reactive groups يعني مهم عندي تعرف مثلا ال aldehydes وال epoxides مثلا كفاية قوي تمام؟ دي بتعتبر chemical reactive groups ال chemical reactive groups دي لو موجودة يبقى انت لو عندك مركب في ال functional group دي طبيعي جدا انه عامل inhibition البروتين ده انت لو حطته على اي بروتين هيعمل نفس الحكاية ليه؟ لان ال reactive group اللي موجودة عندك دي بتروح تعمل reaction مع ال nucleophil اللي موجود في ال amino acids عندك اي nucleophilic group موجودة في ال amino acids فتقدر تبايند مع ال reactive functional group دي وبالتالي يبقى انت كده عندك ايه؟ مشكلة تعمل مثلا الalkylation على ال amino acid او تعمل acetylation لل amino acid ففي الحالة دي بقى عندك ايه؟ بقى covalent bond تكونت ما بين البروتين وما بين ال amino acid اللي موجود في البروتين وما بين drug او المركب بتاعك فبرضه حصل inhibition بس هل ال inhibition ده انت بتدور عليه؟ لا انت بتدور على نوع من binding اللي هو بنسميه reversible binding في كتير من الاحيان اللي هو عامل hydrogen bond عامل electrostatic كل دي بنسميها لو فاكرين inter molecular forces وفي انتراكشن يعني حاجات بتروح وترجع reversible تمام؟ تقدر تمسك وبعد انت فك تاني انت مهم قوي تدور عندك في كتير من الاحيان يكون reversible ورغم ان احنا دلوقتي في بعض الاحيان في بعض ال diseases بندور على irreversible inhibitors ولكن في اغلبية الوقت بتبقى بندور على ال reversible اكتر فبالتالي في ال high throughput screening مهم قوي تاليمينة المجموعة دي سواء من البداية قبل ما تشتغل المراكبات اللي فيها راكتف جروبس تستبعدها او بعد ما يطلع لك hits بعد ما يطلع لك hits تستبعد ال hits اللي هي فيها كيميكا لرياكتف اي جروبس واضحة كده يا جماعة يارب تكون واضحة بس كده يعني فده ده 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 دي مشاكل ال high throughput screening باختصار هي في زيادة false positive hits تمام؟ هنشوف بعد كده التكنيك التاني اللي هو screening by NMR هنلاقي ان هو بيحللنا المشكلة دي شوية تعالوا نشوف طيب دلوقتي يا جباب هنتكلم على تكنيك تاني مهم جدا برضو في screening غير ال high throughput screening اللي هو اتفقنا ان هو it's a kind of in vitro test بس automated شوية هي فكرة screening by NMR تمام؟ يبقى اللي انا عايز اقوله من السلائد اللي فاتت ان ال high throughput screening you can apply to any in vitro test طالما تقدر تعمله automation فدي برضو خلينا ايه نفهمها بالشكل ده خلاص اما screening by NMR هو تكنيك available اكتر للأكاديمية خلينا نتفق كده ان الأكاديمية ممكن يكون screening by NMR بالنسبة لهم افضل بكتير ومتاح اكتر من high throughput screening خلاص كويس جدا طبعا احنا عارفين ان NMR احنا اتكلمنا عليها مرة في الكورس ده احنا طبعا عارفين NMR من قبل كده انها من خلالها بتاع المركب كلنا عارفينه سواء ان تعمل بروتون NMR يبقى حتى تشتغل على بروتونس أو الكاربونس تمام؟ وبعد كده درسنا في الكورس ده مع بعض هنا ان احنا نقدر نستخدم كمان NMR في design of lead compounds يبقى تقدر تعمل اللي هي بنقول عليها SAR by NMR فاكرين اللي انت تعمل design epitopes وتستخدم الحكاية دي اللي هي في drug design فدي برضو ميزة كويسة ده دي تالت مرة نتكلم على NMR هنا بقى بتستخدم NMR كجهاز في screening ان انت you can screen different compounds بدل ال in vitro يعني بدل ال in vitro test انت تستخدم NMR وتشوف مين المركب اللي بيقدر يعمل binding مع البروتين طب هل هنعملها بنفس الشكل اللي عملناها به في الجزء بتاع fragment based drug design هتبقى فيها اختلافات اول حاجة هنا بنعتمد على concept بسيط جدا ايه هو؟ هنا انت مش بتدور على epitopes مبدئيا انت هنا بتدور على مركبات كاملة المركبات دي تقدر تعمل binding مع البروتين فهنا في فرق كبير خلي بالكم وبالتالي هتعتمد على فكرة بسيطة جدا انت دلوقتي عندك حاجتين عندك البروتين بتاعك خلينا نكتبها كده عندك البروتين بتاعك وعندك المركب خلينا نسميه legend خلاص legend اللي هو المركب الصغير اللي انت عايز تشوف هل هو بيقدر يمسك مع البروتين ولا لا خلاص دول الحاجتين الموجودين عندك ده لو NMR وده لو NMR طبيعي عندهم بروتونز وكاربونز ونيتروجينز فبالتالي تقدر تعملهم NMR الفكرة بتاعت ال NMR بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ بتقول ان انا مثلا نسيه عايز اعمل بروتون انمار يبقى انا هستهدف البروتونز هستهدف البروتونز بايه؟ ان انا هديها بالسوف انرجي هديها انرجي بنسبة معينة او بكمية معينة فيحصل ايه؟ يحصل لنيوكليوي بتاعت البروتونز كلها فتروح من للجراونستيت للإكسايتد ستيت لو نسمنا كده هتروح لمين؟ للإكسايتد ستيت خلاص هتقعد شوية في الإكسايتد ستيت وبعدين تبدأ ايه؟ ترجع تاني وهي رجعة يحصل لها بنوع هي ريلاكسيشن ريلاكسيشن يعني ترجع تاني وهي رجعة هتجيف لان انت هي وقدة انرجي دلوقتي دي اللي خلتها تطلع للإكسايتد ستيت فوقها فبتالي وهي رجعة هتجيف بتاعتها هتطلع الانرجي بتاعتها وده اسمه ريلاكسيشن طب الوقت اللي هتاخده عشان ترجع من الإكسايتد للجراون ستيت ده اسمه ريلاكسيشن تايم خلاص ريلاكسيشن تايم ده هيختلف من يوكليست التاني يعني البروتون غير الكاربون غير النيتروجين ده طبيعي مش بس كده هيختلف كمان حسب الانفايرومنت اللي حوالين البروتون يعني لو بروتون ده حواليه مثلا ميثايل غير لو بروتون تاني حواليه إلكترون مثلا ده بيتأثر بالكيميكال انفايرومنت بتاعت البروتون ده لو بيكلم على بروتون وفي نفس الوقت كمان بيتأثر بالصايز هو ده اللي يهمني بقى بالصايز بتاع المراكب يعني ايه؟ يعني لو انت عندك مراكبات كبيرة قوي زي البروتينز نلاقي ان الريلاكسيشن تايم بتاعها فيري شورت المراكبات قوي محصلها النيوكليس نيوكلياي ترجع تاني على طول بسرعة للايه؟ للجراون ستيت يبقى الريلاكسيشن تايم بتاع المراكبات الكبيرة اللي هي بنوعها الماكرو موليكيولز اللي هي زي البروتينز بتكون فيري شورت اما الريلاكسيشن تايم بتاعت الليجنز اللي هي المراكبات الصغيرة بتكون نوعا ما سلو فبتاخد وقت حلاص؟ طب انا هستغل الحكاية دي في ايه؟ ده هي دي الكي اللي انا هشتغل منه في السكرينينج هنا ازاي؟ انا دلوقتي لما عندي البروتين والليجنز وحضرتهم مع بعض انسوليوشن وبعدين اعمل الانمار سبكترم بتاعي طبعا عملت انمار سبكترم للبروتين لوحده وعملت انمار سبكترم لمين؟ ليه؟ مش هيهمني قوي المهم ان انا عملت انمار سبكترم للليجنز لوحده تمام؟ حلو قوي وبعدين جيت رح تعمل الانمار للسوليوشن اللي فيه الاثنين مع بعض كويس قوي ايه اللي هيحصل؟ هنا بعمل تعديلة في الجهاز الصغيرة جدا انا اقدر اتحكم في الريلاكسيشن تايم اللي انا بعمل عنده ديتاكشن يعني اقول للسوفت وير بتاعي اللي بيشتغل على الجهاز الانمار اقول له خلي بالك ما تعمليش ديتاكشن لسيجنالز الا بعد وقت معين فبالتالي يبقى كده انا اقدر اعمل ايه؟ الحاجات لو عملت الديلي في الديتاكشن ده انا كده عملت ايه؟ الحاجات اللي ليها شورت ريلاكسيشن تايم هتعدي مني مش هشوفها مش هتتقارى معايا يبقى مش هيظهر ليها انا مقار سبكتر وبالتالي لما انا بعمل البروتين مع الليجند هيبقى عندي احتمالين؟ الاحتمال الاولاني ان الاتنين مش باوندد مع بعض كله الليجند ده مقدرش يمسك في البروتين فبقى كل واحد لوحده لما حطوهم انسوليوشن وابتدي اقرأ وطبعا هعمل الديلي اللي انا قلتلكو عليه فحيجي البروتين الريلاكسيشن بتايم بتاعه بيشورت فمش هيلحق الديفايس يقرأه فبالتالي خلاص شكرا ده كده مش هيظهر معايا بس الليجند الريلاكسيشن تايم بتاعه سلو وبالتالي على بل ما الجهاز يبتدي يقرأ السيجنلز هيكون قرأ السيجنلز بتاعت الليجند فحشوف ساعتها سيجنلز للليجند موجودة قدامي فكده استنتج ان الليجند ده ما عملش باينينج مع البروتين طب تعالوا نشوف الكيس التانية الكيس التانية ان الليجند يكون مسك في البروتين فعلا وعمل باينينج في الحالة دي لما تيجي انت تعمل موضوع الريلاكسيشن تعمل الديلي في الرياية بتاعتك تأخر الرياية شوية بتاعت السيجنلز ايه اللي هيحصل البروتين في المرة دي عنده شورت الريلاكسيشن تايم فبالتالي مش هيحصله ديكشن بس المرة دي بقى معايا الليجند بقوا من الاتنين حاجة واحدة وبالتالي كمان الليجند مش هيحصله اريا فلما تيجي تاخد المرس بكترم ما تلاقيش اي سيجنلز موجودة عندك فتعرف ان فعلا الليجند ده حصله باينينج مع البروتين يارب تكون وضحت انا عارف انها دي صعبة شوية فايه يارب تكون كده ايه الدنيا وضحت ولو في حاجة برضو ايه بسألوني خلاص طبعا الكلام اللي موجود قدامنا هو ده الكتابة يعني الكتابة بتاعتنا اللي انا شرحته ده خلاص وبالتالي يبقى زي ما قلتلكم الاساس في الموضوع ان ان انت تدلي لما تقراش على طول فبالتالي انت كده لما تستنى شوية دول الريلاكسيشن تايم بتاع البروتينز بتكون سريعة جدا فبالتالي بترجع للجراون ستيت وبالتالي ما بتلحقش انت تقرأ الانرجي لان طبعا اللي بيتقرأ هو الانرجي دي تمام فانت ما بتلحقش تقرأ الانرجي دي خلاص انتهينا وبالتالي بتبدي تشوف اللي بعده لو الليجند موجود في ريئة هيقرأ معك طب لو الليجند مع البروتين لا يبراح برضه هو كمان فساعتها ما فيه سيجنال زي حتبان ايه في الانرجي سبكتر السلايد دي مفاش اي حاجة جديدة هو اللي انا قلته في السلايد اللي فاتت بيكمله بس هنا بكمله هنا انه زي ما قلتلكم ان هنا الفكرة الاساسية ان انت حتدلي الماجرمنت بتاع الانرجي اميشن زي ما قلتلكم ان الليجند بتاعك ما يكونش ما يكونش حصله باينينج اصلا مع البروتين فساعتها هتشوف سيجنالز ليه الكمباوند بتاعك اما الاحتمال التاني ان الدراج يكون باوندد مع البروتين ففي الحالة دي اللي اتنين بقى ليهم شورت الالكسيشن تايم خلاص وبالتالي مش هيظهر عندك خالص نمار سبكترم للليجند ايه بتاعك فده موجرب بس ايه بقية الكلام اللي احنا كلنا قلناه خلاص طبعا زي ما قلتلكم في الاول يفضل جدا ان انت تعمل انمار سبكترم للمركب لوحده عشان تطمن ايه هي السيجنالز بتاعته تبقى شايفها وعارف اماكنها عشان لما تختفي بعد كده تبقى عارف ان فعلا ان اختفاقها ده نتيجة ان الليجند حصل له ايه باينينج مع البروتين فالافضل الاول ان انت تعمل الليجند لوحده مركب لوحده كده انمار الاول تمام بس كده السلايد دي مجرب بس انها يعني موريانة بعض الادفانتجز ليه بتوريت ليه ليه انمار مناسب لنا اكتر في الاكاديميا يمكن اكتر من هاي ثروبوت سكريننج بكتير هاي ثروبوت سكريننج مكلف جدا بتاعهم السهل زي ما قلتلكم قبل كده وبالتالي هو مناسب اكتر للاندوستري بلاس كمان انه عنده مشكلة الفولز باستف هيتز زي ما اكلمت لما تيجي تشوف هنا انت برضه بتقدر تعمل سكريننج لعدد مركبات كبير يعني انت ممكن انت تقدر تعمل اسكريننج لالف مركب في اليوم لو عندك then in one machine irn ray فانت تقدر تعمل مسكريننج لعدد مركبات مش كليل طبعاً لاى زي الك vé This is false but still لعندك فرصة ان انت تعمل مسكريننج للمركبات كثير عندك ميزة كمان حلوة ان انت تقدر تعمل مسكريننج لإكستراكت مثلاً وبالتالي approach زي ان انت تجيب finding a lead من natural source هيبقى من نسبالك مميز قوي في ان انت تستخدم تكنيك زادة او مثلا combinatorial chemistry لو انت مستخدم approach زي combinatorial chemistry او parallel synthesis فانت برضو في الحالة دي ممكن تستخدم تكنيك زادة هتدخل الاكستراكت مع البروتين او هتدخل المكتشر اللي فيه مركبات كتيرة انت عملتها من combinatorial chemistry مع البروتين وتشوف هل فيه تغييرات في السيجنلز بتاعة الليجنز ولا لا لو فيه سيجنلز اختفت يبقى فيه لجند منهم مسك من المركبات دي مسك في البروتين بتاعك وبالتالي يبقى ده معنى ممكن الاكستراكت ده اجري وراه ودور عليه فهمتوا ازاي فبقى ده ميزة حلو الميزة التانية ان البايننج اللي بيتم مشارط يكون قوي قوي يعني ان المركب عمل بايننج مع البروتين ففيه سيجنلز بتاعة الليجن ده هتختفي automatic فهمتوا ازاي وبالتالي يبقى ده بيتاكت حتى لويج بايننج في بعض الان فيترو تاست لما بيجي تعمل ان فيترو تاست عادي زي الحاجات اللي اخدناها قبل كده ممكن جدا ان الويج بايندرز دي ما تبانش يعني ما تديش فلورسنس مثلا قوي معاك فالقرية ما تظهرش انما هنا الويج بايندرز بتبان ودي ميزة ان ساعات انت بتحتاج الويج بايندر عشان تبني عليه تعمل optimization ليه بعد كده فبتبقى حلو خلاص برضو حتة الابيتوبس انت ممكن كده تدتاكت الابيتوبس بنفس الطريقة لو احنا استخدمنا برضو التكنيك التاني كان شبهه قريب يعني مختلف شوية بس شبهه ان هي فكرة الايه الابيتوبس برضو ان انا اقدر اعمل detectable binding of small molecules فاستخدام الانماركا تكنيك بيبقى حلو في الحتة دي برضو ممكن تستغل لفكرة الامايد بونز والبيبتايد بونز اللي كنا قلنا عليها وتشوف هل فعلا المركبات بتاعتك قدرت تمسك في الcorrect binding site ولا لأ طب دي بتبقى ميزة في ايه ميزة ان انت تشوف هل المركب ده false positive ولا لأ اللي هي كانت المشكلة بتاعت ال high throughput screening مشكلة ال high throughput screening اللي هي المشروحنا بتعمل فبالتالي بتأدزور بالبروتين على سطحها على سطح المركب فانت كده المركب ما عملش binding في الاماكن المزبوطة ال binding site المزبوط لا هنا ايه يقدر يقول لك لان انت من خلال البيبتايد بونز تقدر تعملها بس طبعا هتعمل experiment مختلفة مش بتاعت relaxation time هتم عامل بقى experiment الاولانية اللي هي زي الاولانية وتشوف بقى shift في الايه في البيبتايد بونز بتاعتك برضو لو حد مش فاهمها يبقى يقول لي يعني خلاص يبقى دي برضو نقطة مهمة جدا النقطة الاخيرة في الحتة دي اللي هي زي ما قلتلكوا ايه الممكن يتم على خلاص طبعا انا حتة ال weekly point دي انا قلتلكم اللي هي حتة الايبيتوب اذا انت تقدر تستخدمها تكون بعد كده اللي اتكلمنا عليه انما الحاجة الاخيرة بقى حتة ان انت تقدر تشتغل على new protein يعني new protein يعني مش شارط اوي ان يكون البروتين اللي انت بتشتغل عليه ده انت عارف الفنكشن بتاعته اوي او متأكد اوي من الدرجابلتي بتاعته انت لسه بتستكشف زي كده مثلا زمان كده لما كانوا مش عارفين لسه الفنكشن بتاعتها اوي فبيدوروا بيشوفوا ايه المركبات اللي ممكن تمسك فيها الاول وبعد كده اللي بتعملها بقى blocking اللي بتعملها activation المهم انها بتعمل binding معاه وبعدين يبتدوا يشوفوا الدراسة بعد كده ممكن تاخدهم لايه فالميزة في الان امار ان انت مش شارط تاوي تكون عندك معلومات كبيرة عن البروتين بتاعك لان انت مجرد ان انت بتتكتل ايه ال binding ما بين اللي انت بتدور عليها وما بين البروتين اللي موجود خلاص المشكلة الاساسية الوحيدة ان محتاج تبقى عندك ال pure protein فعملية ال purification بتاعت البروتين دي من السهل خلاص فمحتاج يبقى عندك ال pure protein ومحتاج يبقى عندك yield منه يعني 2 ملي جرام مثلا على الاقل فده رقم مش قليل في ال purification بتاع البروتين يعني عادة ممكن purification cycle تطلع لنا 5 ملي جرام فان انت توصل لم 2 ملي جرام ده رقم كبير فاهمين قصدي فهيدي بس المشكلة الاساسية انما لو البروتين available فانت على طول بتشتغل ايه انما كل البروتش يجب يكون ليه مشاكل ولو ايه ولو مزايا من التكنيكس اللي بحب اشرحها قوي للشباب يعني affinity screening صراحة affinity screening من التكنيكس الحلوة قوي انها مش بس بتديك بعد او فكرة ان انت بتقدر تشوف او تحدد compound بتاعك اللي ممكن يبقى له potentialkalit انما كمان بتساعدك ان انت تفصله من complex mixture ودي حاجة عظيمة جدا يعني واللي يحس بيها او يبقى اهميتها الناس اللي بتشتغل في مجالة natural products بالذات لان طبعا انت في natural product chemistry انت بتتعامل مع very complicated من نباتات او من microbes او من marine sources زي ما شرحنا قبل كده natural sources عموما وكل source من دول فيه او كل extract مثلا ومنكلم على نبات كل extract من دول فيه ملايين المركبات يعني فبالتاني عملية ان انت تحدد من وسط كل ده مين اللي ممكن يكون مسؤول عن activity بيكون صعب جدا يمكن الخطوة السهلة ان انت تقول ان extract ده active ولا لا انما تحديد biomarker biomarker ويمكن كلمة biomarker دي مهمة جدا تحديد biomarker اللي هو اللي نكتبها لكم biomarker اللي هو المركب المسؤول عن activity بتاعت extract ده هي دي فعلا النجاح وهو ده النجاح بتاع natural product chemistry انه قدر يوصل للمركب المسؤول عن activity فالaffinity screening من tools الحلوة قوي في الحتة دي او في الاتجاه ده ليه بقى فكرة الaffinity screening بسيطة جدا انتوا اكيد شفتوا او اكيد شفتوا في chromatography courses قبل كده فكرة الكولم من العادي ان احنا بيعامدنا كولم من بنحط فيه packing material ونبتدي نعدي عليه mobile phase هي دي فكرة الكورماتوغرافي عموما يعني او الكولم من الكورماتوغرافي وبالتالي وبتحط السامبل بتاعتك فتبتدي السامبل مثلا تتفصل حسب different property او حسب physical property عندها سواء adsorption سواء partition او يعني عندنا حاجات كديرة جدا او line exchange هنا نفس الفكرة احنا مستغلين نفس الفكرة دي بس في ان احنا نفصل المركبات بناء على affinity بتاعتها للtarget بتاعنا فبالتالي من خلال الحكاية دي انت بتقدر تعرف مين المركب فعلا او مين extract اللي هيكون عنده activity دي اول حاجة والحاجة التانية مين هو المركب اللي له activity دي واقدر افصله كمان شوفوا قدي كل الحاجات دي ازاي بقى مبدئيا تعالوا ناخدها في صورة case عشان نفهمها اكتر وبعد كده نقدر بقى نطبعها على اي حاجة عندنا case مثلا ان احنا عايزين ندور دلوقتي على antibacterial agents جديدة شبه الفانكومايس خلاص المثال انا مدهولكو هنا ده الفانكومايس certain peptides جوه السلول بتاع البكتيرية البيبتايد ده di peptides بيكون عبارة عن الانين الانين ريزيديو اتنين الانين وربعات خلاص زي ما انتو شايفين كده انا بديكو هنا حتى ال structure بتاع الفانكومايس مش للحفظ يعني انما عشان تفهموا الحكاية ان ده ال structure بتاع الفانكومايس بيقدر يعمل binding مع اتنين peptides هما اللي تحت دول تمام اللي هما الانين الانين ببعض الhydrogen A بونز زي ما انتو شايفين كده وبالتالي من خلال الحكاية دي انت بيقدر الفانكومايس ان هو يقدر يخش جوه ويقتل البكتيريا اللي ايه سال فاحنا هنستغل فكرة الباينينج البسيطة دي في ال affinity كده ال target بتاع الفانكومايس بقى هو الانين الانين di peptide فانت لو قدرت تشوف مركبات بتقدر انها تبايند مع الانين الانين di peptide حيبعندك فرصة حلوة قوي ان يكون لها فانكومايس like action يعني تشتغل زال فانكومايس بالضبط فهي بدايتنا بتبقى من كده فبنعمل ايه نجيب ال target اللي احنا عايزينه ايا كان بقى ال target ده ايه هنا في المثال بتاعنا هو ال di peptide اللي هو ال di الانين di الانين اجيب ال di peptide او لو عندي target receptor تاني او بروتين تاني انا عايز اجيب البروتين ده وابتدي ان انا اعمله chemical fixation يعني اعمله binding او خليه يمسك مع ceferose resin وده نوع من ال resen مشهور اوي في عملية ال binding ان احنا بنثبت عليه حاجات macromolecules احيانا خلاص عشكز زي ما قدر لكم موك تثبت عليه بروتين هنا احنا مثبتين حاجة بسيطة جدا اللي هي dipeptide سعب بنثبت عليه antibodies يعني زي ما احنا عايزين ceferose resen ده من الحاجات المشهورة اوي عايز اكتب لكم اسمه ceferose resen يبقى الحاجات المشهورة اوي في موضوع الaffinity وده بيتثبت عليه ممكن covalently او حتى non-covalently بيتثبت بس في الاغلبية بيكون covalent بنشرحها اللي هو الالانين الالانين هو ده اللي متثبت على السفروز ايه resen وابتدي ابقى ده الكولم التاعي هي ده الباكينج ماتيريا اللي بتاعت الكولم في الحالة دي ما بيبقاش بقى سيليكا ولا حاجة لا هو بيبقى السفروز resen اللي ماسك عليه البروتين بتاعنا او التارجت بتاعنا اللي هو في الحال دي دايبيبتايد عايز مثلا اعمل ايه عايز اجرب اعمل الميكروبيا الاكستراكت مثلا الميكروبيا الاكستراكت ده اشوف هل فيه اي مركب ممكن انه يشتغل ويبقى له انتي بكتيريا الاكتيفتي زي الفانكومايسن ولا لا ادخل الميكروبيا الاكستراكت ده زي ما هو كده على بتاعي اعمله خلاص طبعا الميكروبيا الاكستراكت ده فيه مركبات كتير جدا المركبات دي هتبتدي تعدي في بعضها هيشوف الديب ابتايد معاندوش افينيتي معاه فمش هيمسك فيه وفي بعضها التاني هيبقالو افينيتي للديب ابتايد وهو ده المطلوب فحيبدأ يمسك مع الديب ابتايد طبعا انت الاكستراكت ده في الاخر اللي نازل ده لو عملت له تاستينج تاني كانتي بكتيريا مش هتلاقله افكت مين اللي حيكون له افكت اللي غالبا مسك شبه الفانكومايسين وبالتالي في الحالة دي هيبقى اللي مسك على الديب ابتايد اللي هو دي الانين دي الانين هو ده الاكتف اعمل ايه مجرد بس ساعت في بعض الاحيان بعمل الوشن بقى ان انا اعيز افصل بقى المراكب سيما مثلا مراكب الاصفر ده هو ده البتانشيال بالنسبالي خلاص ده ماسك على كولم انا محتاج بقى افصله عن الريزن اللي موجود معاه وعن اللي هو ماسك فيه ممكن اغير البي اتش في بعض الحين من غير البي اتش ممكن استغني للمركب او ريليز للمركب بتاع كده انت عملت ايه عملت حاجتين الحاجة الاولانية ودي مهمة جدا للراجل بتاع بالذات يعني ان انت فصلت المركب اللي انت عايزه من وسط مركبات كتير فدي ميزة كبيرة جدا وطبعا مش معنى ان انا بقول ان هو مجالات تانية انما انا بديكم صلبة اصعب حاجة في الفصل اللي هي natural products الحاجة التانية ان انت بعد ما فصلت المركب ده تقدر طبعا تتعرف عليه مختلفة والحاجة التانية كمان انت كده ادرت تعرف مين هو الاكتف وسط كل دول ان انت حددته يبقى مش بس فصلته انت فصلته حددت ان هو ده الاكتف اللي مسؤول البيو ماركر اللي مسؤول عن الاكتيفتي بتاعت الاكستراكت بتاعك فعش كده بقولوكم التكنيك ده من التكنيس الجميلة جدا جدا في موضوع البيو السيز اللي احنا بنستخدمها في اخر تكنيك يا شباب انا عايز اكلم كو عليه في اخر حاجات التولز يعني ممكن انتوا تستخدموها في حتة الليجند بروتين انتراكشن دي هي فكرة الايه رزولنس اللي هو سعب نسميه SPR يبقى دول اختصارات تمام انا مش هكلم قوي على SPA هقول فكرة عامة عنه ولكن هركز اكتر على SPR تمام وعندنا كمان برضو virtual screening يبقى ده من التكنيك اللي احنا ممكن نستخدمها في الشغل بتاعنا مبدئيا كده شباب خلينا نتفق الاول ان SPR ممكن اقيس refractive index مثلا صح واشوف التغييرات بتاعته ممكن اشوف مثلا Transmit Absorbance وبالتالي اشوف Reduction في Emission بتاع اللايت فهمين يبقى كل ده ايه انا ممكن اشوفه باستخدام الايه اللايت لو عندي monochromatic light اقدر اقيس اي حاجة اي بروبرتي متعلقة باللايت عشو كده انا اعتبرها Optical Methods ومن خلال التغييرات في البروبرتز دي هقدر اشوف هل الليجن ده مسك في البروتين بتاعي ولا لا ده بمنتهى البساطة تمام الاس بي ار تكنيك البرنسبل بتاعته معقدة شوية بس انا ان شاء الله حاول بساطها خالص بحيث تفهموها ده شكل مبسط جدا للجهاز بتاع الاس بي ار خلاص الجهاز بتاع الاس بي ار عبارة عن جزئين جزء بيكون اسمه glass ship glass ship اللي هو الجزء ده او سعب بنسميه glass plate تمام الجزء ده بيكون فيه اكتر من layer هو glass بس coated بحاقتين اول حاجة coated بgold layer يبقى عليه gold 50 نانوميتر مش مما نحفظ الارقام وبعدين بيكون بس انا ممكن اجيب لك الرسمة دي فاخلي بالك منها وبممكن بعد كده كمان فوق الجزء ده يكون فيه dekstran layer يبقى عندي اكتر من ايه من حاجة خلاص اتنين وفوق بعض يبقى dekstran coated فوق الجزء كمان تمام يبقى دول زي يكون طلع طبقات طبقة glass فوق جزء فوق طبقة dekstran عشان تبقى بسيطة جدا تمام يبقى اسمه glass plate او glass ship خلاص بس مش بس كده glass plate او glass ship دي سابتة يعني لما تيجي تشتري الاس بي ار انت كده كده الجهاز ده بيديك ال glass ships دي كتير يعني بيديك منها عدد تمام انت بتعمل ايه بقى بتعمل customization يعني customization يعني حسب البروتين اللي انت هتشتغل عليه كل بروتين له standard legend مركب معروف انه يمسك في البروتين ده معروف standard مش مش تستح اعمله testing فبعمل ايه بعمل customization انا هشتغل على البروتين الفلاني يبقى هدور على standard legend بتاعه وروح اعمل حاجة اسمها immobilization لل legend ده على الدكستران مش انا عندي دكستران layer اثبت اللي جند عليها طب دكستران اللي هو standard legend فكده بقت الجلاس ship بتاعتي بقت customized يعني مخصوصة للبروتين اللي انا هشتغل عليه وممكن اجيب جلاس ship تانية واجرب عليها او اعمل عليها immobilization لليجند تاني خاص ببروتين تاني وهكذا يبقى ده اول حاجة بتتعمل الخطوة التانية بعد ما بجهز ال customized ship انه بيكون عندي الليجند موجود وكل حاجة ابتدي ادخل الليجند على الجهاز نفسه الجهاز نفسه بيكون فيه مكان بيتم فيه او زي قناة كده tube بيمشي فيها البفر يبقى عندي buffer solution ماشي جوه القناة دي والبفر ده معرض للمكان اللي فيه اللي هو فيه اللي بتاعك يبقى ما الجهاز ادخل حاجة اسمها monochromatic light من تحت يعني من surface على glass من تحت مش من فوق glass من فوق coated بالgold والdextran والكلام ده انا بدخل monochromatic light من تحت تمام جميل جد خلينا نفهم الاول principle وبعدين اقول احنا بنعمل ايه احنا بنعمل two runs هنا في الحتة دي two runs run باستخدام البروتين مع tested compound الcompound اللي انت عايز تشوفه هو فعلا هيمسك في البروتين ولا لا بس قبل ما نتكلم على two runs دول خلينا نفهم الاول الفكرة احنا بنقيس ايه احنا بنقيس الانجل مش انت عندك هنا monochromatic light داخل تمام كويس جدا المonochromatic light ده طبيعي لما يغبط في glass والمتال الانترفيز اللي هو الجولد انترفيز ده هيبتدي يحصل ايه هيبتدي يحصل صح تمام جميل جدا كويس قوي بس لاحظنا حاجة لاحظنا حاجة في الـ الـ بتاعت اللايت ان مش كل اللايت بيحصل في جزء من اللايت بيعدي والكلام ده احنا احنا اعرفين من قبل كده يعني تمام بيحصل الجزء اللي بيعدي ده بنسميه الـ الطبيعي برضو انه بعد ما يعدي ويمشي جوه البفر شوية يبتدي برضو يحصل ويرجع عادي خلص ده الطبيعي خلاص بس لاحظنا حاجة غريبة جدا ان عند رقم معين من الـ والرقم ده طبعا مرتبط بالـ بتاع البفر هنا خلاص عند الرقم معين بيبتدي يحصل الـ وهي رجعة وهي بيحصل لها reflection بتبتدي تضيع تضيع ازاي يعني 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 يحصل لها او تخش في حاجة اسمها SPR او تخش في حاجة اسمها service plasmon resonance يعني ايه برضو احنا عندنا المثل هنا صح مش عندنا المثل اللي الجولد والجولد ده عنده free electrons ماشية عنده اي مثل عنده free electrons available electrons يعني تمام فالavailable electrons دي اول ما تقابل الـ يبدأ يحصل لها resonance وبالتالي كده استغلت الانرجي اللي رجعة من خلال الـ light اصلا تبتدي تستغل في موضوع الـ resonance عادتا بتسميها plasmon على فكرة فعش كده سمينا plasmon resonance فاهمتو ازاي فيبقى كده الـ اللي هي المفروض ترجع في صورة light عادي لأ دي هنا لما وصلت لمنطقة الجولد اللي هو المنطقة اللي تحت دي بدأت تخش في resonance او تخلي الالكترونات اللي موجودة في الجولد يحصل لها resonance وبالتالي ما ترجعش فما احصل reflection light فبالتالي انا بعمل اي بدأ ازبط في الاول قبل ما اعمل اي حاجة ابتدي ازبط اشوف ايه الانجل المناسبة بالنسبة لللايت بتاعي اللي هي عندها بيحصل service لان انا عايز الاس بي ار دي انا عايز الكون دي تكون موجود فهمنا جماعة فيبقى انا عرفت الانجل عندي رقم معين الانجل هو ده اللي بتغير الريفراكتيف انديكس بتاع البوفر سولوشن يعني لو البوفر سولوشن ده حصل فيه اي تغيير في بتاعه ساعتها الانجل انسدن اللي انت زابط عندها مش هتبقى مظبوطة خلاص وبتالي الاس بي ار سيجنل بتاعتك مش هتظهر طبعا انت الكلام ده بيترجم لسيجنل في الجهاز سيجنل بنقول عليه فالاس بي ار سيجنل بتاعتك مش هتظهر ساعتها لنتيجة ان الانجل انسدن انسدن انت زابط عندها اتغيرت خلاص يبقى ده باختصار شديد يبقى الانجل لما بتتغير بتتغير نتيجة تغير الريفراكتيف انديكس بتاع البوفر وبالتالي ده بيأثر على الاس بي سيجنل وما بيديش معاك إرائية زي فكرة الانمار كده لما بيديش معاك انمار ايه سيجنل ده الفكرة العامة تعالوا بقى نطبق الـ الرن الاولاني هبتدي ادخل البروتين لوحده طبعا هدخله فين هدخله في البوفر هنا خلينا نمسح بقى الكلام ده كله عشان ايه نفهم خلاص الرن الاولاني اول ما بيدخل بيلاقي الليجند بتاعه اللي هو الستاندرد فيوم عامل ايه يمسك فيه خلاص يبقى يمسك في الليجند طبعا اول ما يحصل الباينينج ده يحصل تغيير في بتاع السولوشن على طول يتغير وبالتالي هنا هتحتاج انها تتغير عشان تديك بان انت طالما تتغير يبقى انسى كده الاس بي ار سيجنل لما يبقى عندك اس بي ار سيجنل ترجع تاني وبكده انت عرفت المقدار التغيير اللي حصل في الانجل في انسدنس اللي هو مقابل للتغيير في الريفراكتيف اندكس طبيعي لما انت غيرت الريفراكتيف اندكس انت احتاج تتغير الانجل في انسدنس بنفس المقدار او بمقدار مقابل عشان تقدر توصل او ترجع الاس بي ار سيجنل زي ما ايه زي ما كانت بس فانت است هنا لتشينج في الريفراكتيف اندكس او بمعنى ادق است لتشينج في الانجل في انسدنس هي هي خلاص لان اتنين متصلين ببعض جميل كده جماعة يبقى كده فهمنا الحكاية ده بعد اول رن اللي هو الرا بتاع البروتين عرفت التغيير اللي بيحصل نتيجة دخول البروتين لوحده كان كذا مثلا التغيير ده خلينا نقول رقم التغيير كان مثلا 15 plus 15 تمام احتاجت انت تغير الانجل وتزودها plus 15 ايا كان الرقم ايا مش مشكلة خلاص تبدأ الخطوة التالتة والاخيرة ان انت تدخل مرة رن تالت بقى خالص تدخل فيه برضو هتجيب بقى جلاس القديمة اللي هي فيها اللي جند خلاص مسك في بروتين لا انت عايز اللي جند يكون فاضي خالص available واتدخل مراج الجديدة دي اتدخل التست compound مع البروتين بتاعك جول بفر فإن اللي يحصل بقى المراضي المراضي التست compound هو اللي دخل مع البروتين فبالتالي هو لو عنده القدرة انه يمسك مع البروتين هيمسك الأول فبالتالي في الحالة دي هيمسك في البروتين يبقى البروتين اللي available انه يعمل binding مع ال immobilized هنا هيبتدي يكون اقل افترض مجازا انت عندك 100 unit من البروتين مجازا خلينا عشان فهم ودخلتهم مع التست solution مع التست compound فالcompound قدر يمسك في 50 منهم مثلا يعني خلاص فيبقى فضلك 50 بعد ما كان في المرة الاولانية فضلك 100 available فهمتوا جماعة فال50 اللي موجودين هم هم هيمسك في immobilized legend يبقى كده المقدار التغيير في الrefractive index تا solution هيبقى مختلف هيبقى غالبا اقل فهمتوا وبالتالي يبقى انت محتاج تغيير في برقم غير الخمستاشر ده هتلاقي رقم تغير عن الخمستاشر بقى عشرة بقى خمسة مش هتفرق تمام تغيير ده معناه على طول ان بتاعك قدر يعمل مع البروتين فهمنا يبقى كده انت قدرت تدتكت طبعا انا اللي يهمني في المرحلة بتاعة الامتحان يعني عشان عارف ان الامتحان اهم حاجة بالنسبة لكم فاهم حاجة بالنسبة للامتحان هو فكرة الجهائي يعني التركيب ده عبارة عن ايه ده اسمه SPR تبقى عارف الليبلز دي ممكن اجيب لك حاجة فيها لابل بتاع يعني تبقى عارف الفكرة العامة طب انا بقيس ايه في الاخر بقيس التغيير في الريفراكتيف او التغيير في الانجل وف انسدنس مش هتفرق كتير الاتنين دول فهمت وقصي زي وبالتالي التغيير في الريفراكتيف اندكس ده او لو حصل يبقى ده معنا ان فعلا الليجند قدر يعمل بايننج مع البروتين بتاعنا طيب كويس جدا الـ SPA قريب بس بيقيس الريدوكشن في الاميشن بتاع اللايت ومش هتخش بقى في تفاصيل كفية ايه كفية عليكم الـ SPR اخر حاجة بالنسبة الـ هو تكنيك يعتبر انسيليكو تاست يبقى انت هنا بتستخدم الكمبيوتر بس مش بتستخدم ان فيترو ولا ان فيف ولا اي حاجة مستو ان انت تقدر تعمل سكريننج لأي عدد من المراكبات انت عايزه هتبقى محتاج مليكولر موديلنج سوفتوير يعني محتاج حاجة تعمل لك يبقى عندك الستركش بتاع البروتين افالابل والباينينج سايت بتاعه تدخله على الموليكولر موديلنج سوفتوير وتدخل المركبات بتاعتك وتشوف مين المركب اللي يقدر يمسك في البيانينج سايت بتاع البروتين بتاعك فيبقى كده في الحالة دي انت عملت انسيليكو تاست باستخدام البروتين طب لو الستركش بتاع البروتين مش افالابل ممكن يكون عندك مجموعة مركبات معروف انها بتشتغل على الديزيز الفلاني تاخد المركبات دي وتحلل الستركش بتاعها وتوصل لحاجة اسمها فرماكو فور فرماكو يعني اساسية مهمة للاكتيفيتي في الديزيز ده ومن خلال الستركش في المكان ده او هايدروجين بون دونر في المكان ده هايدروجين بون دا اكسابتور في المكان ده وهكذا من خلال تعمل ماب كده الفرماكو فور ماب خلاص الفرماكو فور ده تدخل عليه المركبات كلها اللي انت عايز تعمل لها سكرين فيبتدي الكمبيوتر يجوف مين احسن مركبات بتفت مع الفرماكو فور اللي انت عامله وبالتالي يبقى كده انت قدرت تختار المركبات اللي هي اكتف بالنسبة لك او اللي هي ممكن تكون اكتف طبعا خلي بانك اتفقنا من الاول ان الانسيليكو ده طالما اتعمل اللي هو انت محتاج باليديشن هيت اللي طلع في يبقى فعلا اكتف في الحقيقة خلاص محتاج محتاج تعمل في ان فيترو تاستيج خلاص طب ليه بنعمل الانسيليكو ما كنا عملنا الان فيترو على طول السؤال اللي كنت بسأله من شوية من فترة يعني في المحاضرة النهاردة بنعمله عشان تخلي الان فيترو ده مور افشيشنط ولس من ناحية تقلل يعني مثلا انت دلوقتي لو عايز تعمل سكرينينج قدامك مئة الف مركب عايز تجرب هم حيبقى والريسورس مش مكافية لمئة الف او انت معندكش الفسيليت انت تجرب المئة الف او معندكش الوقت او معندكش المجهود ففي الحلقة دي تعملي اتقوم دخلهم العوال وتفلترهم تقلل عددهم شوية تخلي تشوف المئة الف دول في منهم مثلا مئة كويسين جدا خلاص عايز تجرب المئة كلهم جربهم عايز تجرب منهم خمسين جرب عايز تجرب عشرة عايز تجرب اتنين يبقى انت هنا عندك ميزة انت تقدر تتحكم في العدد اللي انت عايز تعمله في بس الفكرة انت بتمشي تقدر تشتغل من خلاله وتسكرين مركبات step by step بدل ما تعمل سكرينج للمئة الف كلهم مرة واحد فانت بتخلي بتاعك more efficient يمكن زي ما شوفنا كده من شوية service plasmon resonance واتفقنا ان هو التكنيك بيعتمد زي ما احنا قلنا هي الجملة او الباقس ده مهم جدا شباب انه بيعتمد على change refractive index حنشوف بردو centration proximity assay عشان بردو يبقى اخذنا فكرة عنه centration proximity assay بيعتمد على reduction of the emission light او of the light emitted يعني طيب ده هيتم ازاي با هي برضو يعتبر visual method شبه شوية ال SPR بس بشكل مختلف وبالتالي من خلال visual method دي او من خلال emission of the light انت هتقدر عندك indication هل المركب بتاعك عمل binding ولا مقدرش يعني وتقدر حتى تشوف الكلام ده يعني تقدر تشوف هل المركب بتاعك يقدر يمسك مع target md a يبقى كل ده تقدر تحدده من خلال scintillation proximity ومن اسمه كده scintillation يبقى معناها ان انا بستخدم حاجة اسمها scintillant وهي بتكون مادة بتقدر انها when it accepts energy it emits light ده بنسميه scintillant تمام حاجة شبهة fluorescent كده بس بشكل مختلف يعني ده light عادي الحاجة التانية ان proximity كلمة proximity يبقى معناها ان لما المركب او legend يبقى close proximity يعني close proximity يعني قريب من target بتاعك ففي الحالة دي هيحصل scintillation يعني هيحصل emission of light هي دي من خلال التسمية تقدر تفهم التكنيك بيحصل في ايه تعالوا بقى نشوف التكنيك هيتطبق ازاي انت بتجيب هنا نوع من البيتز بنسميه SPA بيدز على اسم technique scintillation proximity assay بيدز يعني مش عايز ادخلكوا او في تفاصيل التركيب بتاع البيت ده بيكون ايه اللي هي الدايرة اللي مرسومة هنا دي بنسميها البيتز او هنا هي دي يعني اللي عايز يحب يطلع عليها موجودة ايو كان جوجل يعني البيتز دي انما احنا يهمنا الفكرة في الاخر فبنجيب الاس بي ايه بيدز دي وبنبدين ان احنا نعمل البيتز بتاعنا البروتين بتاعنا حاجة شبه شوية اللي حصل في الافينيتي لما جبنا السيفاروز رزن وحطينا عليه الدايب بتايد بتاعت الفانكومايز هنا نفس الحكاية بنجيب البيتز دي بتبقى بنعمل عليها كوفيلانت لينك بحيث ان احنا نضمن ان التارجت بروتين ده عمل بايندينج مع البيتز زي ما انتو شايفين هنا كده بقى عندك البيتز موجودة وعندك عليها التارجت بروتين اللي انت بتدور عليه او اللي انت بتترجته اللي انت عايز تشوف مركبات بتقدر تبايند معاه خلاص زي ما اتفقنا ده بيكون عنده قدرة انه اكسبت انرجي فلو جاله انرجي يقدر ييمت لايت فدي مئزة مهمة جدا وانت تقدر تدتكت لايت يعني انها ففيشوال بشكل عادي جدا وتقدر تحسب كمان لايت اميت اد وبالتالي احنا كده ايه عندنا الفكرة العامة كده واضحة ان احنا عندنا وعملنا عليها بالتارجت بروتين بتاعنا فاضل حاجة واحدة فاضل نعمل عشان نعمل يبقى لازم يكون عندي حاجة ستاندرد اقيس عليها تديني المية في المية زي ما بيقول تمام فهنعمل ايه بندخل سولوشن السولوشن ده فيه مركب احنا عارفينه مركب عارفين انه بيقدر يمسك مع التارجت بروتين بتاعنا تمام والليجند ده نعمله لابلينج نعمله لابلينج بايه بقى بايودين 125 خلاص بحيث ان انا اول ما السولوشن اللي فيه الليجند ده يبتدي يعدي ويبقى جنب البيت طبيعي جدا ان الليجند ده هو الليجند بتاع التارجت فبتالي هيمسك فيه ده حاجة فبتالي هيمسك في التارجت يعني معناها انه هيكون مع التارجت يعني هيكون قريب جدا من التارجت بروتين بتاعك وطالما بقى مع التارجت وعمل بايندنج معاه في الحالة دي يبتدي يطلع والسنتلنت اللي على البيت يأكسب الانرجي دي ويطلع فيبقى كده انت عندك المية حصلت نتيجة ان انت مستخدم خلاص كويس جدا فاضل لنا ايه فاضل لنا بقى ندتكت البايندنج تخيل معايا كده ان انت دخلت مركب مع السلوشن بتاع اللي بتاعك اللي هو الايودين وان تو فايف خلاص ودايما كلمة دي بنقولها على المركب اللي هو معروف انه بيبايند مع التارجت بتاعك خلاص فبالتالي احنا مندخل في الحالة في السلوشن بتاع اللي هو مندخل مع المركب اللي احنا عايزين نعمله تاستينج ايه اللي هيحصل تفتكر انا كتب لك هنا دي مهمة جدا تفكر فيها لو المركب بتاعك عنده قدرة على انه يمسك مع التارجت بروتين يبقى ده معناه ان جزء منه هيمسك مع التارجت بروتين هنا ويمنع اللي اللي الاصلي انه يمسك في التارجت بروتين يبقى ده مش هيحصل يبقى ده معناه ان جزء كبير او جزء معقول من اللي اللي هو مش هيمسك وبالتالي يزيد طبيعي لان اللي الاساسي اللي بيمسك في التارجت بروتين فساعتها بيبدأ يحصل فبالتالي يبقى كده انت بتشوف ودي نقطة مهمة جدا جدا خلاص يا شباب عشان بس نبقى فاهمين الحكاية بس كده انا مش اقتر من كده ده اللي انا اعايز اقوله لكم او 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 ان احنا وطبعا الريدوكشن ده تقدر تحسبه بالوقت يعني تشوف هل هيحصل الريدوكشن ده مع الوقت ويبقى مستمر قد ايه لمدة قد ايه فتستنتج من خلال الحكاية دي ان كل ما الريدوكشن ده مستمر كل ما المركب بتاعك بيعمل باينين كويس مع ال او او التكنيك اللي انا اتكلم عليه بعد كده هو او 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 هتلاحظوا ان كل واحد منه مختصر كده بتلات حروف تقريبا ال دايما بيكون ال اي تي سي فدايما يعني الاختصارات دي دايما متعارف عليها في النوع دي من التكنيك ده برضو من التكنيك اللي بنقدر ندتكت من خلالها عملية اللي بيتم ما بين الدراج او ما بين اللي انت عايز تشوف وما بين ال بروتين بتاعك وبالتالي مفيد جدا في تعيين الباينين افينيتي بتاعتك تعيين الكي دي واخدين بالكل هي بنوعيها الباينين دي سوسياشن كونستنت ومفيد جدا كمان في تعيين الانثالبي تشينج اللي بنوعيها الدلتا اتش دي كلها حاجات بنقدر ان احنا نعينها اكيد انتو اخدتو ثيرمو دايناميكس فيعني برضو لو عندكم مشكلة في الحتة دي ممكن انزلكوا عليها حاجة كده بسيطة اشرح لكم فيها انما مبدئيا هو بيدتاكت الحاجات دي الباينين افينيتي والانثالبي ايه اتشينج الفكرة بتاعته بسيطة جدا ان احنا بيبقى عندنا تو ايدنتيكال سيلز اللي بيبقى سيلز يعني واحدة حنعتبرها الرفرنس سيل دي مش هيكون فيها حاجة هيكون فيها بفر بس السلوشن بتاعنا اما سيل هيكون فيها نفس السلوشن بس دايب في البروتين تارجت اللي احنا بنشتغل عليه او اللي احنا عايزين نشتغل ونشوف هل في مركبات بتعمل باينينج ولا لأ فزي انتوا شايفين كده لو اعتبرنا ان دول التو سيلز فيبقى دي الرفرنس سيل فيها بفر بس والتانية دي هيكون فيها البفر بس دايب في التارجت بتاعنا نفس الفكرة هنا عندك الرفرنس سيل ودي السامبل سيل خلاص الفكرة هنا من اسمها حتى اسمها ايزو ثيرمل ايزو ثيرمل بمعنى ان دول هيكون دايما من غير درج او من غير ما نعمل فبالتالي المفروض ان الاثنين دول يبقوا كابت دايما at constant temperature فاللي بيحصل ان الرفرنس سيل دايما هي اللي بنعمل لها heating في الاول وان بعد ما نعمل لها heating نثبت درجة الحرارة بتاع نقول انها عمل لها heating لغاية لما وصلنا ال constant temperature معين وبيبقى عندنا دول متوصلين زي ما تشايفين ان الاثنين دول at constant temperature يعني delta t بينهم وبين بعض تبقى بزيرو في الظروف العادية اللي هي من غير ايه من غير ما دخلنا الدراك بتاعنا لسه خلاص فده من خلال الـ feedback system انا عندي الـ cell حصل لدرجة حرارة معينة على طول من الـ feedback system ده يبدأ يدي power لل cell فدرجة الحرارة بتاعتها تعلي هي كمان لغاية لما توصل لنفس درجة الحرارة وبعد كده الـ power يبقى constant بحيث انه نضمن ان الـ cell يبقوا عند نفس درجة الحرارة اللي احنا عايز خلاص وصلنا للـ ده خلاص نبتدي نعمل اضافة للسامبل بتاعنا في sample cell يبقى sample cell كان فيها بس target دلوقتي هنبتدي نحط الدرج بتاعنا ونفكر كده سوى ايه اللي احنا ممكن نتوقعه من اضافة الدرج بتاعنا والغاية لما تشوف في السلايد اللي جاي طبعا احنا عندنا ثلاث احتمالات في انما في حالة البايننج حيبقى عندك احتمالين ويمكن اكيد اخدته حاجات لي علاقة بالثيرمو دايناميكس قبل كده والكايناتكس والكلام ده ان بيبقى عندنا حاجة اسمها الجبز free energy او delta g وان ال بايننج free energy دي ممكن تكون exothermic او endothermic يعني اي reaction ممكن يكون exothermic يبقى ده معناه ان الaction ده هيكون ناتج عنه بعض الهيت فالهيت اللي هيطلع ده هيعمل heating للسامبل cell اكتر من اللازم هيخلي درجة الحرارة بتاعتها اعلى شوية من ال reference cell يبقى طبيعي ان automated feedback system يقلل الpower بتاعه اللي رايح لل sample cell عشان يحافظ على ان درجة الحرارة تفضل زي ما هي لانا sample cell درجة حرارة عيلة شوية فبالتالي لو انا فضلت عمل supply لنفس الpower يبقى درجة الحرارة بتاعت sample cell هتبقى اعلى من reference انما لما قلل الpower اللي رايح بدرجة معينة يبقى كده انا ضبط درجة الحرارة بتاعت الاتنين مع بعض اهو reduction هو ولا L ولا Z طب لو حصل endothermic reaction ما تيجي تلبيد يحصل العكس لو endothermic reaction يبقى درجة الحرارة بتاعت sample cell هتبقى اقل من reference cell فautomated power supply يبتدي يعلي الpower اللي رايح لل sample cell بحيث انه يضمن انه يبقى مبين الخليتين reference والايه والsample هو بالتالي الزيادة في الpower supply ده هتبقى detected برضو في the thermogram فهمتوا زي وبعد كده الthermogram ده بنحوله طبعا الحكاية دي مش بتحصل مرة واحدة الحكاية دي بتحصل كل مرة بتعمل فيها injection لل legend بتاعك او المركب بتاعك يعني كل مرة بتحط فيها المركب بتاعك جو ال sample cell بيبدأ يحصل الpower supply ده او الخلل في الpower supply بالشكل احنا ونه سواء بالزيادة او بالنقصات فتبتدي تجرب جرعات مختلفة من الدرج او الcompound بتاعك وتبتدي تشوف هل الجرعات دي بتفرق في الpower supply ولا لا ويبقى عندك حاجة شبيهة بالdose response curve علاقة بس المراضي ما بين الänثالبي اللي هو بنسميها ITC fitted الانثالبي change اللي هو delta edge يعني المركب بتاعك بس فيبتقدر من خلال العلاقة دي او الكيرف ده اللي هو زي الكيرف اللي موجود هنا ده كده تقدر ان انت تعين kd او dissociation constant وبرضو اللي مش فاكر يعني kd لازم يرجع يشوف dissociation constant ده هو عبارة عن تركيز المركب اللازم ان انت تقدر تعمل binding مع 50% من binding sites اللي في التارجت بتاعك وبالتالي ده معناه ان لو المركب بتاعك الكيدي بتاعته قليلة قوي الفاليو بتاعتها قليلة يبقى ده عنده جود affinity يعني ال affinity بتاعته لل target عالية جدا يعني مثلا خلينا اديكم سائل هنا هنا المركب الاولاني ده الكيدي اكيد اللي فوق ليه لان الرقم بتاعه اقل فده معناه ان هو محتاج تركيز قليل قوي منه من المركب عشان يقدر يعمل binding مع 50% او يقدر يعمل occupy يشغل 50% من binding sites بتاعت بتاعت التارجت بتاعي فهمتوا ازاي فبالتالي يبقى ده مور عنده مور binding affinity دايما المصطلح ده حتى بنستخدمه قوي في المقارنة بين الانتي body وبعضه عشان نقول ان الانتي body ده احسن او binding affinity اكتر بنقول ان الكيدي بتاعته لازم تكون ايه اقل بس يعني فهيدي الفكرة العامة بس انا اهم عندي الافكار العامة بتاعت التكنيك دي فده دي الفكرة بتاعته نقطة صغيرة حابة بقولها بالنسبة ل اي تي سي قبل ما نتكلم على ال properties of lead compounds ان طبعا النوع ده من التكنيك برضو ببقى مفيد جدا لو انت عايز تقارن اكتر من مركب يعني لو انت محتار مثلا عندك اكتر من مركب متحين بالنسبة لك وحاسس ان هم كلهم او عندك اكتر من تجربة بتقول لك ان هم كلهم اكتف او كلهم كويس انت ممكن تاخد ال باينينج افينيتي دي في عين الاعتبار ودي على فكرة مش بس من خلال اي تي سي من خلال اي تجربة تانية انت لما بدي تقارن اكتر من مركب بيبقى دايما الاولوية عندك لل potency وال binding افينيتي اللي هو قدرة المركب على انه فعلا يمسك مع بروتين بتاعك لازم احنا شفنا كده بنقسها مثلا بحاجة زي الكي دي مثلا تمام يبقى الكي دي فاليو لو انت عندك مركبين ثلاثة يبقى الكي دي فاليو بتاعته اقل هو ده اللي ممكن يمكن جو وتكمل بي وتشتغل عليه تمام دي برضو حبيت ان انا اكد عليها تاني الاخر حاجة عايزين نقفل بها المحاضرة دي ان شاء الله هي البروبرتين لان دي مهمة جدا في التمهيد اللي حيتقال بعد كده اللي هي عملية المحاضرات اللي جاية معظمها هتكون عملية بتاعك ازاي التعدل فيه فخلينا نفهم الاول هو المفروض بعد ما عملنا التاستينج واخترنا البيو الساي بتاعنا واخترنا المفروض ان البروبرتين بتاعته تكون عاملة ازاي دي نقطة مهمة جدا جدا خلينا نتفق ان مش كل الليد كمباون كان بي دراجز والكلام نحن شرحناه قبل كده ان يبقى حظك عالي قوي محتاجة نسبة حظ عالية جدا ان الليد كمباون كأنت مالاريا طبعا كان المورفين برضو كحاجة وكده او يعني إنما دي كيسز قليلة زي ما بقولوكم دي مش الحاجة النورمال او مش الحاجة الطبيعية الطبيعي ان انت بتوصل لليد وحتحتاج بعد لازم يتعمل خلاص طيب السؤال بقى انت بتعمل لليه لان غالبا هيكون عندك مشاكل في الليد ده اول مشكلة ممكن تكون ان بتاعه مش اعلى حاجة فانت هتحتاج ان انت توبتيمايز الستراكتور بقى كيميكالي يعني من خلال ميديسنال كامست او من خلال ارجاني كامست بحيث ان هو يطور لك بتاعت المركب ده شوية او ان هو بتاعته كويس جدا بس انت عندك مشاكل فيه صايد استراكتور الموديفيكيشنز يبقى انت هنا هتعمل استراكتور الموديفيكيشنز وغالبا الموديفيكيشنز اللي هتتعمل على الاستراكتور بتاع المركب بتاعك هي هدفها حاجة من اتنين يا فرماكو دايناميك زي ما شرحنا يبقى بتزود الافينيتي والبوتنسي بتاعت المركب يا فرماكو كايناتك عشان تحسن الفرماكو كايناتك بتاعه من ابزوبشن ودستريبيوشن الى اخره خلاص جميل جدا النقطة دي تاخدنا النقطة تانية معنى الكلام ده معنى كلامي ده ان لازم البروبرتيز بتاعت الليد بتاعك تبقى مختلفة شوية عن البروبرتيز بتاعت الدروج الفاينل اللي انت هتوصله دي حاجة منطقية جدا بمعنى خلينا نطبقها على حاجة مهمة جدا اكيد انتو سمعتوا عنها اسمها لبينيسكيز رولو فايف لبينيسكيز رولو فايف دي رول تحطت من خلال الاناليسيز بتاعت الدروج اللي موجودة في الولد دروج اندكس معظم الادوية اللي موجودة في العالم كان في وقتها ودي طبعا فاينل دروج موجودة في السوق وتشاف ايه هي البروبرتيز اللي ممكن تكون موجودة في اغلبية المركبات دي بتخليها اورالي اكتف لو احنا بنستخدمها اورال لان طبعا مهمة اوي وانت بتدور على دراجة ان يكون الاولوية لك انه يكون ايه اورالي اكتف يعني تقدر تاخده اورالي فتحط رول كده اللي هي الابينيسكيز رولو فايف وسموها رولو فايف طبعا انتم اجيد عارفين لانها كل الارقام متاعتها كانت خمسة او مضاعفات الخمسة خلاص وبرضو جاء بعد كده حد تاني اسمو فابر عمل يعني تعديلات بسيطة في الابينيسكيز رولو فايف دي طبعا انا برضو بكره قوي فكرة اننا نقول عليها رول لان هي يعني هي انتقدر نعتبرها اكتر لان طبعا رول معناها انها تنطبق على معظم الحاجات او على 99% ويبقى عندنا حاجات بسيطة انما الحقيقة ان في اكسابشنز كتير جدا ل المركبات و فبالتالي يعني اهمها ناتشورل برودكس يعني ناتشورل برودكس في كتير منها بيكون وهي او مش مشية مع فبالتالي نعتبرها اكتر خلاص وعلى فكرة احنا برضو عندنا مشكلة كبيرة جدا ان نسعاد في لما بنعمل 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 ونفلتر بناءا على دي بخلينا نفقد مركبات كتير على فكرة يعني بنفقد مركبات كتيرة ممكن تكون معنا كويسة فدي برضو حاجة انا حابة بقولها لكم ان اللي ناوي فيكو يشتغل في مجال يفكر دايما انه مش لازم يعمل بناء على خلينا بس الاول اقول لكم ايه هي عشان الناس اللي مش عارفاها طبعا الرول دي بتقول لنا ان المركبات عشان تكون اورالي اكتف عشان يقدر ناخدها اورالي هيكون الموريكولار بتاعها اقل تقريبا من 500 تمام يبقى اكتبها لكم هنا كده الموريكولار بتاعنا يكون اقل من 500 خلاص دي اول حاجة الحاجة التانية بيعد عدد الهايدروجين بون اللي تقدر تعمل الهايدروجين بون وكمان يعد الهايدروجين بون اللي هي الجروبس اللي تقدر تأكسب هيدروجين بون فبيقولك ان المركب بتاعك المفروض مايكونش فيه هيدروجين بون دونرز اكتر من خمسة خلاص دول الهايدروجين بون دونرز يبقى هل اكتبها دي المفروض انها ماتكون اكتر من ايه خمس خلاص الحاجة التانية اللي هي الهايدروجين المفروض انها اقل من ايه من عشرة يعني او تساوي العشرة فده الهايدروجين بون دونرز وعندنا حاجة اخيرة اللي هي الهايدروجين بون او الكالكوليتد بي برضو اكيد سمعتوا عنها ودي بيتبقى مجر للهايدروفوبي بتاعت المركب يعني بنقدر من خلال نقول ان المركب ده هيدروفوبك بقدي ايه الاساسية اللي تحط باي لبينيسكي بس حطها المين حطها للدروج اللي موجودة في السوق وبالتالي بقى بقنا بنقول ان احنا عشان نوصل للدروج شبه اللي في السوق ويبقى أورالي اكتف لازم يتوفر في الخصائص دي بس هل ده معناه ان الخصائص دي لازم تبقى موجودة في الليد مستحيل ليه بقى فبالتالي مش هيبقى عندك كروم تتحرك فيه مش هيبقى عندك مساحة تتحرك فيها وتعمل بتاعك فبالتالي هتعدي المطلوب فوالد جدا ان المركب اللي انت هتوصل له ما يبقاش أورالي اكتف فمعنى كلامي ان لازم البروبرتز بتاعت الليد كومباون تبقى اكتر شوية يعني بمعنى ادق تبقى الليمتس بتاعتك والارقام بتاعتك تبقى اقل من كده بحيث ان انت لما تعدل في المركب وتعمل وارد جدا ان هتزيد وارد جدا ان هتزيد وارد جدا ان انت تحط زيادة فيبقى عندك ارقام او مساحة تتحرك فيها وتوصل لمركب يكون برضو اورالي ايه اورالي اكتف جي ملخص الحكاية برضو عشان ما يبقاش عدنا على فيبرز فيبرز عمل تعديلات مهمة اوي في البانسك زرول 5 قالك ان مش بس مهمة اوي القواعد اللي قالها لها البانسك لا ده احنا مهمة اوي كمان حاجة اسمها الفلكسبل او يعني مهم جدا ان الدراج بتاعك يكون فلكسبل يعني بتاعته متبقاش كتير اوي خلاص كل ما الفلكسبل بتاعت المركب تزيد كل ما قدرته على الاورال او انه يبقى اورال اكتف ممكن تكون اقل بكتير وطبع معنى كلمة فلكسبل ان المركب يبقى اخدته الكلام ده اكيد لما لازم لما عندك يبقى وارد جدا يبقى فيه موجودة في المركب انما لما عندك دبل البوند دي بتكون راجد قوي فبالتالي ما فاش فليكسيبليتي عالي فهو بيقول ان كل ما الفليكسيبليتي يعني معناها ان كل ما النمبر الفروتيتاب البوند اللي بتقدر تعمل الروتيشن يبقى عالي كل ما الاورال اكتيفتي بتاعتك هتقل فعشان كده راح مزود طرام كمان اللي هو النمبر الفروتيتاب البوند وقال لك ان الروتيتاب البوند دي المفروض انها برضو وعلى فكرة برضو كانت مضعفات الايه العاشرة قال لك انها ما تزيد باي حال من احوال عن عشرة ودلوقتي بيقولوا اقل من سبعة كمان سبعة بيديك احسن انما كانت بتاعته بتقول عشرة رتيتاب البوند فدي من الحاجات اللي هو زودها وبرضو من الحاجات اللي زودها او عدلها شوية اللي هي الهيدروجين بوند دونرز وآكسابتورز وقال ان الهيدروجين بوند ممكن توصل لغاية اتناشر والهيدروجين بوند اكسابتورز سوري معلاش ااسف قال ان الهيدروجين بوند دونرز واكسابتورز مع بعض المفروض ان هما مايبقوش اعلى من اتناشر الاتنين على بعض مجموعهم خلي بالك هنا لو جمعت الاثين دول مع بعض ممكن يوصلوا لخمستاشر هو قال لا المفروض ينزل شوية ويبقى اتناشر خلاص ده ده ايه ده ده الفكرة العامة طبعا يعني انا مجرد بس عشان احنا ذكرناهم فكان لازم اشرح ايه هما لفينسكي وايه هما فابرس دول تعالوا بقى نشوف التعديلات دي بقى هتبقى في الليد كومباوند بتاعنا ازاي اول تعديل ان الليد كومباوند اللي انت هتكتشفه طبيعي جدا ان الموليكولورويت بتاعه يبقى اقل اقل بمرحلة حلوة يعني فهنا بيقولك ان الليد كومباوند بتاعك لازم الموليكولورويت بتاعه يبقى في حدود ماكسيمم 350 اتوميك ماس يونت بحيث ان انت يبقى عندك كروم تتحرك شوي لو هتزود في الستراكشور حاجة توصل ماكسيمم للخمسمية ما يبقاش عندك مشاكل الحاجة التانية اللوك بي المجرد في هيدروفوبيستي لازم تقل شوي فتبقى من واحد لتلاتة بس ما توصلش ابدا للخمسة دي فبعد الستراكشور الموديفيكيشنز بيقولك دايما متوقع يعني ان دايما الموليكولورويت ممكن تزيد بحوالي 80 اتوميك ماس يونت خلي بالكو احنا بنتكلم في ارقام افريج مش حاجة قاعدة انما يعني الافريج انه ممكن تزيد بحوالي 80 اتوميك ماس يونت فانت لو 350 هتوصل لرقم معقول جدا لأوروبا 130 واللوك بي السي لوك فيه اللي هي تلكولييته لوك بي هتبقى بدل ما هي واحد تلاتة ممكن توصل لاربعة يعني تزيد واحد يونت فبالتالي تبقى اربع فبالتالي يبقى انت كده برضو في الرينج المعقول بتاع البينسكي اللي قال عليه فيبقى كده دي الخصائص بتاعة الليت كومباونز الاساسية اللي لازم تكون موودة يعني مثلا لما تيجي تفكر فيها من ناحية الموليكولورويت يبقى طبيعي ان الليت كومباونز ما يبقاش فيه اروماتيك رينجز كتيرة شبه اللي بتشوفها في الدروجز لازم يكون اروماتيك رينجز بتاعته اقل شوي دي هايدروفوبيستي كمان الاروماتيك رينج يبتديك هايدروفوبيستي عالية وفي نفس الوقت موليكولورويت فبالتالي لازم فيور اروماتيك رينجز الهايدروجين بوند بتاعتك دونرز واكسابتورز تبتدي تبقى قليلة شوية عشان وارد ان انت تزود جروبس يبقى ليها قدرة على انها تعمل هايدروجين بوند دونر ابيليتي او هايدروجين بوند ايه اكسابتور ابيليتي يبقى دي كده الفكرة العامة بتاعة البروبرتز بتاعت الليت آخر حاجة عايزة أكلمكم عليها في حتة البروبرزوفليد كومبال إذا أنا عارف أنا طولت عليكم النهاردة بس الواحد بيحاول يعني ديكم كل المعلومات اللي يقدر يعني يقولوكم عليها بحيث أن الموضوع مش بيأخذوا أنا قوي كورسات امتحانات والكلام ده يعني بحب أن دايماً يبقى الحاجة تقدر أنت تستغلها بعد كده أو تبقى عمدك تقدر ترجع لها لما تشتغل فأبحاثك بعد كده في حاجتك بعد كده خصوصاً لو حاجات متعلقة بالشغل ده آخر حاجة اللي هي اللي عايزة أقولوكم عليها اللي هي حتة الفراجمنتز لما كنا بنتكلم فيه الفراجمنت بيزد دراك ديسكوفري لو فاكرين كنا بنقول إن إحنا بندسكوفر فراجمنتز الأول وبعدين نبتدي نعمل اللينكر اللي ما بين الفراجمنتز دي وبالتالي يبقى عمدنا المركب بقى الليد بتاعك تقدر توصله بس إنت الليد في الحالة دي اكتشفته بناءاً على الفراجمنتز الأساسية اللي كانت بتعمل باينينج في سورتين باكتز موجودة جوه التارجت بتاعك الفراجمنتز دي كمان لازم يكون لها بروبرتز يعني ما ينفعش تروح تاخد فراجمنتز وتقول إن الفراجمنت ده لما طبع عليه لبانسكي يبقى الموليكولوريت بتاعه 500 مثلاً كده مش فراجمنت ولا حتى 100 فاهمين؟ ولا حتى صورة 400 ولا 350 يعني فاهمين قصدي؟ لازم يبقى فيه بروبرتز دي الفراجمنتز دي تخليها لما تتضاف مع بعض الموليكولوريت حيزيد الهايدروفوبيسيتي حتزيد فبالتالي لازم يبقى عندك ايه بروبرتز خاصة كمان بالفراجمنتز دي الواحدة يعني شوفوا قد ايه؟ الليد لو بروبرتز وكمان الفراجمنتز لو حتستخدمها المفروض إن يكون لها بروبرتز ما ينفعش أي حاجة أول عليها دي تنفع تبقى فراجمنت استخدمها في الفراجمنت بيزد دراج ديسكافري فهنا أنا حتطلوكوا لستة ببرضو بتاعت الفراجمنتز إن الموليكولوريت بتاع الفراجمنت المفروض إن يكون أقل من 300 ويفضل إنه يكون أقل من 200 كمان والحاجة التانية ما يبقاش عندي أكتر من 3 هايدروجيين بوند وللم ن District ما يبقاش عندي أكتر من 3 هايدروجين بوند اكسبتور المجرور في هايدروفوبيسيتيي بتاعتي يبقى 3 ما يبقاش أعلى من كده ما يبقاش عندي روتيتابل بونز كتيرة ما تبقاش أكتر من 3 بأي حل من الأحوال يبقى الفليكسبيلتي تبقى قلالة جداً لأن ممكن الروتيتاب البونز تزيد من دخول فراجمنت تاني يبقى كل الاحتمالات دي بتبقى عمدي إن انا هدخل فراجمنت تانية لسه فالموريكرا الويت بتاعي هيزيد والهايدروفوبيسيتي هتزيد وفيه بقى إكسبراشن مهم قوي اسمه الـPolar Service Area بيقولك أن الـPolar Service Area هنا لازم يكون 60 أنجستروم نسيته أقولكه أن فيبرز من ضمن الحاجات الـParameters اللي حطها للـ Drugs قالك أن الـPolar Service Area بتاعتي دي لازم أحسبه يعني وممكن ساعة أستخدمها كبديل لعدد الـ Hydrogen Bond Donors وأكسابتورز وإنتوا عارفين أن الـ Hydrogen Bond Donors وأكسابتورز بتطلب وجود Polar Groups يعني لازم يكون عندك جروب عندها قدرة أكسجن نايتروجين دي كلها حاجات Polar فهو قالك أنا بدل ما أستخدم الـParameters دي أنا ممكن أستخدم الـPolar Service Area كـExpression وقبل أحسبها لها software حتى بتتحسب من خلالها فبالتالي بتقوب يقولك مثلاً أن في الأدوية الـPolar Service Area المفروض أنها ما تزدش عن 140 يعني تبقى أقل من أو تساوي 140 هنا بنقول 60 يبقى الليمت بتاعي دايماً هو 60A أنجستروم شايفين الفرق عامل إزاي ما بين الدراج الفاينل وما بين الفراجمنت في حتة الـPolar Service Area ليه يسعب بنقول عليها PSA خلاص؟ تمام كده؟ ده بالنسبة لحتة الفراجمنت يبقى كده غطينا فكرة الـLead الـLead بتاعك عشان خلي بالكو دي كلها guidelines زي ما قلتلكم مفيش حاجة ما ينفعش معنها rules برضو عشان يبقى عندك lead أنت كده فهمت أن الـLead ده ممكن يحصل له optimization فبالتالي لازم الـPropriet بتاعته تبقى كذا وكذا وكذا وتبقى أقل ومور stringent شوية عن الـPenisky بالنسبة للـDrucks نفسها ونفس الكلام بالنسبة للـFragments تبقى more and more stringent لأن الـFragments لسه هيتضاف له Fragments ثانية واحد حطيه له linker فلازم تبقى rule of 3 ما تبقاش rule of 5 هتلاحظوا أن كل الأرقام دي مضعفات التلاتة فهتبقى rule of 3 ما تبقاش rule of A of 5 آخر حاجة بقى عايزة أختم بيها المحاضرة النهاردة هي فكرة الـLegend Efficiency ايه موضوع الـLegend Efficiency ده؟ الـLegend Efficiency هي طريقة mathematical أو calculation تقدر تعملها بحيث تساعدك في اختيار المركب اللي ينفعيه بقليد هتقول لي هو أنا كل اللي فاده مساعدنيش آه بس ممكن يبقى عندك أكتر من مركب طلعلك والمركبات دي قدامك وعايز تختار منهم واحد بس هو ده اللي تكمل عليه الـOptimization Cycle بتاعتك فتعمل الكلام ده ازاي؟ عندك أكتر من حاجة فيه ناس بتعتمد على الـPotency بس زي ما شرحت من شوية إن تقول لك والله أنا حاخده الـMore Potent أنا مليش داعه بقى حاجة تانية المركب اللي الـIC50 بتاعته أقل يعني More Potent هو ده مثلاً اللي أنا حروح له خلاص؟ أو الـKD Value بتاعته وليلة هو ده اللي أنا حروح له اللي هو الـDestation Conestant بتاعه زي ما شرحنا تمام؟ هل ده هو الفاكتر الوحيد؟ كل الكتب أو التاكس بوكس في الحتة دي بتقولك إن ده مش أحسن حاجة يعني إن أنت تدور على الـPotency بس دي مش أحسن حاجة في المرحلة دي في المرحلة دي يفضل جداً إن أنت تدخل مع الـPotency فاكترز تانية اللي هي إيه؟ اللي هي size وhydrophobicity طب ده هتعمله إزاي؟ هتعمله من خلال إن أنت تحسب حاجة اسمها الـLegend Efficiency الـLegend Efficiency هي علاقة ما بين حاجتين Gibbs Free Energy اللي هو الـDG وعلى فكرة الـDG هي ممثل حلوة قوي للـPotency يعني هي بتديك إنديكيشن حلوة قوي عن الـPotency بتاعتك وتحت بقى في العلاقة دي بيكون فيه الـNumber of Heavy Atoms أسف ماليش Of Heavy Atoms تمام؟ الـNumber of Heavy Atoms يعني Heavy Atoms يعني ليه أي حاجة غير له Hydrogen أي حاجة موجودة جوه المركب بتاعك غير الـ Hydrogen وعلى فكرة الـNumber of Non-Hydrogen Atoms خلاص؟ يبقى أنت كده دي خلي بالك دي دخلت لك كده Size والـ Hydrophobisty في القصة ده اللي بقوله لكم فلما بتعمل العلاقة دي بيطلع لك رقم الرقم ده الحزبة دي الرقم ده كل ما يبقى أحسن يعني مثلا سيح عندك ثلاث مركبات المركب الأولاني الـLegend Efficiency بتاعه طلع واحد المركب الثاني الـLegend Efficiency بتاعه طلع نص فهمين أعزي إزاي؟ المركب الثالث الـLegend Efficiency بتاعه طلع .2 فيبقى كده الأحسن هو الرقم واحد ليه؟ لأن ده واخد في عين الاعتبار أكتر من حاجة المركب الثالث والـPotency من خلال الحكاية دي برضو بتقولك إيه؟ بتقولك إن الـLegend Efficiency ده حيبقى خلينا نقول إيه؟ احتمالات إن انت تعمله optimization ممكن تكون أقل شوية يعني بمعنى أدق مش هتحتاج تعمل optimization جامد قوي عشان دهوصل للدرجة اللي انت عايزه خلينا نقولها بشكل مختلف إن الموليكولر ويت بتاع الفاينال كومباوند مش هيفرق جتير قوي عن الموليكولر ويت بتعليد اللي انت بدق بيه يبقى الـOptimization اللي انت محتاج تعمله غالبا مش هيكون كبير عشان كده رحنا له وسبنا حاجة تاني في بعض الكتب تقولك إن المفروض إن انت تختار بناء على الـLegend Efficiency مش بناء على الـPotency يعني لو عندك مركبين المركبين دهو القريبين من بعض في الـPotency روح للأحسن في الـLegend Efficiency لأن كده كده الـPotency هتتحسن مع الـOptimization نظرياً يعني وانت بتعمل الـPotency بشكل كبير فالأفضل إن انت تكونسدر الـLegend Efficiency في الحتة دي يعني مش هكذا أطول عليكم أكتر من كده يعني يارب تكونوا استفدتم من المحاضرة دي وإن شاء الله برضو لو فيه أي حاجة مش واضحة عشان أنا عارف الموضوع في تيكنيكس كتير وكده فإبقى برضو نتواصل مع بعض ونحاول نشرحها بطريقة مختلفة بحيث أن انتو تفهموها يلا شوفكوا على خير بإذن الله سلام عليكم